بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي ومشاهدي قناة نادي الألي في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامجكم بيت الكبير بيت كل الأهلوية وبييت كل الناس الحياة النهاردة عندنا ملفات كثيرة جداً هنتكلم فيها وكمان طبعاً قبل ما نتكلم في أي شيء عندنا مباراة هامة جداً مع نادي فاركو بكر إن شاء الله ضمن مباريات الجولة الحداشر لبطولة الدوري الممتاز زي ما اتكلمت مع حضراتكم مباراة ناس كتيرة جداً كانت بتتكلم عن خلاص خلال الفترة اللي فاتت انتهت كل الأمور الخاصة بنقد الفريق أو بنقد لعاب الفريق أو بنقد الجهاز الفني كل واحد بينتقد زي ما هو عايز خلال الفترة اللي فاتت ولكن ابتداء من مباراة الحقيقة وده كان كل جمهور نادي الأهلي كان بيعمل كده أو كل جمهور نادي الأهلي اتجاه لهذا الاتجاه إن هو مسندة ودعم الفريق عشان نقدر ربنا يكرمنا ونقدر نفوز بكرة وإن شاء الله يوم السبت المقبل يعني اعتبارات كبيرة جداً جداً للنادي الأهلي وبيتسو موسيماني بمناسبة الانتقاد لأننا الحقيقة كلمت على الموضوع ده قبل بس ما أكمل كلامي عن المباراة كلمت ابارح عن الموضوع ده ويعني البعض الحقيقة حاول ياخده في اتجاه معين لكن احنا الحقيقة لما بنيجي نتكلم عن حاجة اللي هو موضوع الفيديو بتاع كابتن محمد مجدي أفشا من خلال برنامج البيت الكبير دفعنا عن أو كلمت إن محمد مجدي أفشا إن الإسلام اللي كان بيعمل الفيديو مع كابتن محمد مجدي أفشا أنا عرفت إسلام طبعاً إنه هو كان بيعمل الفيديو مع كابتن محمد مجدي أفشا كان اللي أنا عرفته عن إسلام إنه هو أهلاوي جداً جداً وبيحب النادي الأهلي جداً 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 فأنا استغربت جداً على الرغم من إنه أنا برح انتقادت الفيديو ده تماماً وقلت إنه ما يصحش إنه يعمل كده من حقك إنه أنت تنتقد اللاعب من حقك كجمهور حتى بعد ما عرفت إنه هو إسلام انتقادت هذا الأمر وانتقادت الفيديو لأنه في الأول وفي الآخر الموضوع بسيط جداً أنا أهلاوي من حق إنه أنا انتقد أداء لاعب أو أداء مدير فني مهما كان مهما كان أهلاوي مهما كان اسمه ومهما كان بيحب النادي الأهلي كلنا بنحب النادي الأهلي ولكن في النهاية لما تنتقد اللاعب ما عنديش مشكلة ولكن برضو أعمل حساب إن اللاعب ده بعد ما بيخلص اللاعب ده إنسان لما بيخلص المباراة ويبقى مغلوب ويبقى عامل المباراة وحشة في ظل إنه ناس كتيرة جداً كان نفسها إنه نكسب أو كل الأهلوية كان نفسهم إنه نكسب عدي المباراة فبيبقى من جواه كده برضو الأمور صعبة فأنا لما أقوله كلمتين كلمتين كده وكلمتين كده فبرضو لازم هكون متنرفز والحقيقة أنا برضو وبكمل كلامي وبأكد على الكلام اللي أنا قلته مباراة إن مجدي أفشة مباراة كان محترم جداً 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 في رده على هذا الفيديو أنا بحي محمد مجدي أفشة وعلى احترامه وعلى حبه للجمهور إنه وقال له لو سمحت ما تصورنيش فيديو هو بس ده اللي قاله الراجل لكن لم يعترض على انتقاد إسلام نفسه أنا قلت الكلام ده مباراة برضو عمل فيديو دعم لمحمد الشناوي كلنا سقفنا له لما أنا شفت الفيديو سقفت له على الفيديو اللي عمله فشمعنا الشناوي عملت له هذا الكلام وطيب بناءاً على طلبه لأن هذه القناة هي قناة جمهور النادي الأهلي وليس أي شيء آخر بناءاً على طلب إسلام هو عايز يعمل معانا مداخلة علشان يمكن عايز يتكلم في شيء معين خلينا نفهم منه زكا إسلام حبيباً كتون إسلام نسأل فولي على حضرتك وولي على جمهور قناة النادي الأهلي أبلاقي شيء طبعاً بشكر حضرتك وبشكر ردارة قناة النادي الأهلي إن هي سمحت لي إن أنا أدخل وأوضح وجهة نظري زي ما تعودنا دايماً هي قناة جمهور النادي الأهلي زي ما حضرتك بدأت بالزبط كده إسلام قبل بس ما تقول كلامك هو اللي بيحصل إن إحنا دايماً من خلال شاشة قناة النادي الأهلي اللي بيحصل إيه أي حاجة تخص جمهور النادي الأهلي إحنا عندنا استعدادة جماعة أن إحنا نقوله وبنقول على الهواء مباشرة عشان كده إحنا قلنا أو انتقضنا الفيديو مبارح نهاردة لما إسلام معانا طلب إن هو يخش تفضل قولي اللي إنت أحيزه إسلام يعني تفضل إسلام حبيبة كابتل مشفر حضرتك طبعاً طبعاً قبل أي شيء أنا راجل أهلاوي جداً بفضل الله من يعني مش هزايد على حب النادي الأهلي ولا هزايد على جمهور النادي الأهلي جمهور الأهلي بالملايين كتير وأنا واحد منهم أنا يعني قصة الفيديو والله كابتل يعني عفوية تماماً 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 أنا كنت موجود في الموتش في تالتة شمال رحت وشجعت النادي وكل حاجة وقدر له ما شابه على القصارة وشجعنا اللعيبة لكن حدث بعض الأشياء من بعض الجماهير يعني طبعاً عبرت عن غضبها للعيبة طبيعي جداً آه طبيعي ده موجود في العالم كله كابتل يعني ده موجود في العالم كله واللعيبة لها الحق على الجمهور حتى يعني زي ما بنسقفلهم آه بنبغربانين عشان نشد من نظرهم وحضرتك يعني كنت كابتل تاريخي في جيل تاريخي للنادي الأهلي شلت بطولات كتيرة جداً وحضرتك برضو كنت كتسمع يعني كنت موجود في مقترد تيتش نسمعوا بالقلوم شكراً حقيقة يعني التعنيف حضرتكوا تراجعي ثالث علا من اليابان والجمهور كان في المطار بيطالبكوا بالمزيد صح لكن انا كله من بعض الجماهير طبعاً يعني عنفت الكابتل الشناوي بطريقة انا محبتهاش لان انا من نوع اللي يعني بحب كل لعيبة النادي الأهلي بالشرط الشناوي نعم فأنا لما المطش خلص ما عجبنيش كله او اللي حصل مع بعض العيبة النادي الأهلي فقررت يا كابتل والله العظيم طبعاً انا ربنا يعلم ان انا ما بجذبش في أي حاجة من حاجاته فقررت ان انا مش من ثالثة شمال بحد مدرجات التانية يمين لمكان المؤتمر الصحفي فعش ان اللعيبة وهي خارجة يعني لا يا جماعة عشان طبعاً عارفين اللي فيه ناس بتشتغل وتتصيد الأقطاع حد ممكن يجد في المدرج يصور بعض القلة دي هو بتعني في الشناوي او بتعني في قفشة او بتعني فيها حد يقول لك بص جمهور الأهلي مش عارف بيشتمل اللعيبة بص جمهور الأهلي مش عارف بيعمل ايه بس انا عايز اقولك حاجة برضو يا اسلام عليش مع احترامي من حق كل الجمهور ان هو ينتقد اللاعبين ينتقدوا بالطريقة اللي هو عايزها وبالاسلوب اللي هو عايزه عارف ليه لانه جمهور الأهلي واعي جداً وعارف جداً هو بيتكلم ازاي وبيقول ايه وبيوصل لغاية فينه عمره ما بيغلط في لعبته ده احنا ممكن يوجه ممكن ينتقد يا عم اسلام يعني كنا دايماً بنسمع الكلام ده يا عم اسلام ما تجري شوية يا عم اسلام دافع شوية عم اسلام هاجم شوية يا عم اسلام كذا يا عم اسلام كذا ده بدليل ان حضرتك واحد من الجمهور وكل الجمهور انت النهاردة داخل بتعمل لسالة دعم للنادي ومساندة للنادي اعتقد يعني بالزبط يا كابتن بالزبط ده ده الهدف كان الفيديو تعقفش وده اللي انا قررت بس انا هقولك حاجة انت اتكلمت معاه انا اسف انا اسف جداً مستفز انا شايفها طريقة مستفز يعني انا هحكي انا هحكي لحضرتك والله حسن الناية انا مش هتكلم انا مش هفتح بوقي اتفضل لا انا اول حاجة عملت فيديو الشناوي تمام هاردي لك شناوي وكلنا في ظهرك والكلام ده كل لاني بدأ كل الناس تقرب تقول ده جون زنب الشناوي بتاع فجمعنا مانفعش ده الشناوي ده احسن حارث مرومة افريكيا فيديو كان رائع وواضح بتاع الشناوي اه وفيديو افشا كان ماشي نفس نهج فيديو الشناوي يعني فيديو بتاع افشا كان ماشي نفس النهج الشناوي انا لو انا لو لو اقدر الله عايز اغلط في حد او ان انا عايز اكو اطلقت على حد مش اروح لحد اصوره في وشه وقوله هاردي لك انا بقوله هاردي لك افشا تمام هاردي لك انا اجل بس حاجات يطلق محتاج اوش رجلك لسه حضرتك انا من شوية ممكن واحد من المكامير يقولك ايه اجري شوية لا الاوفر ده انا عايز اتروفع كده بحسن ان ايه والله لكن اللي كان مع الكابتن محمد ماجد افشا تمام بعض من اصدقائه حتى لو قدت بالك كابتن في الفيديو كابتن ماجد افشا كان وشه موجود لحد ما الكاميرت الموبايل نسلت على كشاف العربية كشاف اللي هو من ورا ايه في اللحظة ده كابتن اسلام كان واحد مع كابتن ماجد الهم كانوا ثلاثة بدأ واحد ياخد الموبايل تمام ويقول لي ده انا هكسره وامسح لا ده حد من الجمهور افشا مالوش علاقة بالموضوع ده يا اسلام برضو خلينا اقولك لان انا الحقيقة اتكلمت مع افشا في الموضوع ده و افشا قال يا كابتن انا الموضوع بالنسبة لي مش اكتر من انا بحب كل جمهور ده كلام افشا لي انا بحب كل جمهور النادي الاهلي ومن وهم يعملوا اللي هم عايزينه ويقولوا اللي هم عايزيينه وい... و اي حاجة هم عايزين جيعملوها على دماغي ... ده الكلام والله الكلام الطابة لي هذا الكلام .. كل حاجة جيعمل لها على دماغي من فوق و انا مش زعلام من något لان غ 줘ESE بطيقتي اللي كانت لي properties والبدأ قلَطة اسلام اللي انا غلطت انا غلطت ومن خلال البيت الكبير وقناة جمهور النادي الاهلي لا وحصل مني اي سوق فهم انا بعتذر لجمهور النادي الاهلي كله وبقول لكابس النفشة ما تزعلش احنا ربنا يعلم احنا بنحبك ايه واذا كان بيحصل مننا اي حاجة احنا بنحصل عشان نفسينا المزيد نفسينا من البطولات والله العظيم انا رايح له بحسن النهي انا بنحب قابسة جدا انا كابسة عندي فيديوهات ليلة القاضية كنت من حسن يعني من الناس المحظوظة اللي حضرت ليلة القاضية 27 نمبر استاد الكاهرة وهو كان سبب كبير في سعادتنا فاحنا بنحبه وحيفضل دايما محمد مجد افشا سبب كبير ومش لوحده ومش لوحده كل اللعيبة ومن خلال البيت الكبير انا زي ما قلت لحضرتك بعتذر لكل جمهور النادي الاهلي اذا كان حصل سوق فيه انا اللي بشكرك جدا الاعتذار ده الاعتذار مهم جدا وهذا هو جمهور النادي الاهلي انا بشكر حضرتك بجد يعني وبشكر لا بالعكس اللي انا وضح الامر وزي ما ورتلك بإذنك يا رب بإذنك يا رب ابطال افريقيا عندنا حسن ظن بالله وعندنا سكة افريق جالتنا ان شاء الله بكرا ربنا يا كريم لك مرشو باركو وهناخد بإذنك يا رب بإذنك يا رب تسعب وانت بتوع افريقيا وهنسعد وزي ما قلت حضرتك يعني الاهلي بمن حضر وكلنا في ظهر اللعيبة وكلنا في ظهر الجهاز الفني وفي ظهر مجلس الإدارة وبقول لأفشا انت حبيبنا وانت بتاع القاضية وما تزعلش مني وكل جمهور الاهلي ما تزعلش مني لو حصل سوق فيهم احنا بتاع الاهلي والاهلي بتاعنا وان شاء الله ربنا يديمي النادي داع علينا بإذن الله شكرا جزيلا يا اسلام على وجودك معنا وعلى اعتذارك للنادي الاهلي ولجمهوره ولمحمد مجدي أفشا هو ده اللي كان يهمني في الامر أنا فجئت يعني أنا بشكر طبعا للجميع انه دخلوا اسلام لانه مهم جدا جدا ان احنا نسمع بعض يا جماعة ما عنديش مشكلة في اي حاجة لانه حتى هو اسلام شايف او حاسس انه هو غلط مبارح في موضوع عفشة لكن على الجانب الآخر هو اللي عمله مع محمد الشيناوي الحقيقة هو ده اللي احنا عايزينه الدعم والمساند الواجبة خلال الفترة القادمة النهاردة وبكرة عندنا مباراة مهمة جدا جدا كلنا وقفين في ظهر فرقتنا كلنا حنفضل في ظهر فرقتنا عمرنا ما حنتغير والمكالمة دي هو ده الفرق ما بين جمهور النادي الاهلي واي حد تاني والله انا ما قصدي ان انا التريأ ولا ان انا اعمل اي حاجة عشان فيه ناس بتوديني في الاتجاه ده ما عرفش لي لكن ماشي انا ما بتريأش ولا بقول اي حاجة هو ده الفرق اسلام لما المعلومات اللي جبتها ان اسلام من الناس الاهلوية يعني بيجوا شجعوا النادي الاهلي من هما صغيرين هو عمل ايه ولا حاجة غلط اعتذر لجمهور الاهلي قبل ما اعتذد لأي حد تاني واللي محمد مجد افشة على رغم من المجد محمد افشة وانا بتكلم معاه قال لي يا كابتن ولا الموضوع والله ولا حاجة جمهور الاهلي فوق دماغه ويعمل اللي هو عايزه وحقهم يعملوا اللي هما عايزينه حقهم يعملوا اللي هما عايزينه لان جمهور النادي الاهلي ما بيغلطش جمهور النادي الاهلي ما بيغلطش ولو حد غلط بيخش يعتذر من خلال ايه من خلال شاشة قناتكم قناة النادي الاهلي هو ده الفرق ده البيت الكبير مش هنا لكن النادي الاهلي وشاشته هي البيت الكبير وهو ده اللي احنا دايما الاسلوب اللي احنا بنمشي به اي حاجة من اي حد من جمهور النادي الاهلي يتفضل يتفضل دي شاشة النادي الأهلي وجمهوره يقول اللي هو عايزه بدون لأن أنا متأكد أن كل جمهور النادي الأهلي ما بيغلطش عايز مصلحة فريقه فقط لا شيء آخر ما بيدورش على حاجة تانية هو بيدور على اسم النادي الأهلي بيحب النادي الأهلي قوي بيحب النادي الأهلي من قلبه من جواه وهي دي اللي تختصر كل شيء هذه الكلمة حب النادي الأهلي من قلبك هي اللي تختصر كل شيء كل الكلام اللي جاي ده هنتكلم فيه المسانده والدعمه يلا وبتاعه الكلام ده كله ولكن حب النادي الاهلي من القلب هو اللي يفرق وانا متأكد ان كل جمهور النادي الاهلي بيحبوا فريقهم من قلبهم ونفسهم يشوفوا فريقهم اعظم نادي في الكون هي دي الحقيقة وهو ده اللي بيحصل فعشان كده انا بقول لحضراتكم ان بكرة مباراة مهمة جدا 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 تلات نقاط في الدوري العام المصري وعودة للدوري العام المصري بعد هزيمة سانداونز واداء مباراة جيدة هاعد اقول كده لان انا البعض بنبارح الحقيقة بينتقد لكن ما عنديش مشكلة لكن اللي انا شايفه من الناحية الفنية مش اللي انا شايفه لحنا جبنا لحضراتكم منبارح على الشاشة وكان تحليل رائع لمحمد جمال واحمد ايشو الاتنين عملوا تحليل رائع رائع يعني لو كان فيه فيديوهات نقدر نجيبها كنا عملناها والارقام لا تجذب فاللي انا بقوله لحضراتكم ان احنا بعد هزيمة عندنا مباراة بكرة عندنا مباراة بكرة امبارح او اول امبارح يوم السبت صفحة وتقفلت انتهت اتغلبنا اكسبنا اتغلبنا نبتدي بقى نفكر في مباراة بكرة مباراة فاركو وبعد ما نفكر في مباراة فاركو هنفكر في مباراة يوم السبت اللي جاي مباراة المريخ جولة الرابعة لدول المجموعات لبطول الدولة ابطال افريقي هنعتبر ان دي اول مباراة وعندنا تلات مباراة وارا بعد على ارضنا لازم نكسب بالتسع نقاط. هو ده. مش لازم يعني أقصد نحن نفسينا نكسب بالتسع نقاط. والباقي ده في إيد ربنا. وهو ده الهدف. وده الترجم بتاعه. بعد التلات مباريات نبقى حلها ألف. نبقى نتكلم بعد كده تاني. ولكن هذا هو وقت جمهور النادي الأهلي. هذا هو وقت مسندة ودعم الدائم من جمهور النادي الأهلي لفريقه في ظل هذه الأوقات الصعبة. الصعبة على رغم من حالة الفريق الجيدة. يا عم إسلام أنت بتقول لنا الغاز وفلسفة. والله أبدا. والله إيه حالة الفريق جيدة. لكن المباراة المقصة قدرنا نجيب أربع هداف على رغم من اختلاف المنافس اختلاف كبير يعني. أنا ما بقرنش سان داونز بالمقصة. لكن نجيبت أربع هداف. في سان داونز انت رحت عملنا 22 أوفر زي ما حضراتكم شفتم بارع. 22 كرة عرضية. ما قدرتش تجيب منهم ولا هدف. ودخل فيك. هم راحوا بثلاث كرة واحدة منهم. اتنين خطر ما بين العرض. اتنين واحدة دخل الجن واحدة جات في العرض. والباقي بس هم دول الكرة اللي راحوا بيهم. وهذا هو النادي الأهلي. وقعنا في المباراة السابقة بكرة هتشوفوا حاجة تانية. بكرة هتشوفوا فريق تحسوا ان المجموعة اللي بتلعب دي حتى لو هم هم. هتقول ايه ده وإيه اللي بيحصل. هتلاقي الكل مركز ان هو يحرز أهداف. هتلاقي الكل اللي مركز ان هو يكسب الثلاثة نقاط. لان هو ده المهم. ايه اللي هيحصل بكرة مش عارفين. دايما احنا بما بنيجي نتكلم مع حضراتكم بنقول ان فيه تلت نتائج بتحصل. اللي قدر الله هزيمة يتعادل يا مكسب. النادي الأهلي دائما بيسعى للمكسب. لكن ايه اللي هيحصل بكرة حدينة هنشوفه. انا اللي متأكد منه بالمكالمات اللي الواحد عملها. لا. الناس كلها مركزة في مباراة بكرة ويوم السبت. اخدينها مع بعض كده. معرفش بقى تحسبها ازاي. تعملها ازاي. تقول يا سلو هم مركزين في مطش بكرة. سوري مركزين في مطش السبت. فمش مركزين. لا. مركزين في المطشين مع بعض. هم الناس بتفكر كده. لعبة النادي الأهلي بتفكر في كده. وبيقولوا لجمهورهم ان هم ان شاء الله المباراة بتاعت بكرة ومباراة يوم السبت يصلحوهم بشكل مبدئي بس. يصلحوهم بشكل مبدئي على الهزيمة الخاصة بسونداونز. وبالتالي خلينا ننتظر ايه اللي حيحصل بكرة في هذه المباراة الصعبة جدا. وما تنسوش ان دايما انا بقول الكلمة دي دايما. نتائج المباراة تلاتة. مش واحدة. مكسب تعادل هزيمة. اي مباراة في العالم. احنا اتنين فريقين رايحين يلعبوا ضد بعض. تبقى نتيجهم كده. فخلينا ننتظر لبكرة. لكن انا متأكد مليون في المية ان الاجتهاد. هيبقى واضح جدا جدا. التركيز ان انا جيب اهداف. لان فيش حاجة اسمها ان انا اعمل اتنين وعشرين ولا تلاتة وعشرين اوفر من ناحية المين ومن ناحية الشمال. ومعرفش اجيب منهم جون. تزعل. انا لو انا بلعب حزعل. فلعبت الندي الاهلي. انا متأكد ان هم مركزين فقط في المباراة بتاعت بكرة ان شاء الله. ومباراة يوم السبت القادم. طيب. زي ما حضراتكم عارفين ان الناد الاهلي بكرة بقى في المركز هيخش هذه المباراة. وهو في المركز الثاني برصيد اتنين وعشرين نقطة. الفريق خاد تمن مباراة فقط. بينما الى في المركز الاول برصيد تلاتة وعشرين نقطة خاد تسع مباراة. زي ما حضراتكم عارفين بقى وخلينا نتكلم عن المباراة. مباراة مهمة. فريق محترم. بالمناسبة بيضم مجموعة محترمة جدا. فريق فاركو بيضم مزيج من عنصر الخبرة وعنصر الشباب. اتنين مع بعض. عندهم مدير فني مجدي عبدالعاطي واحد من المديرين الفنيني اللي بيكتبوا اسمهم بحروف من زهف في الدورة العام المصري هذا الموسم. خاد فاركو من الدرجة التانية وطلق به للدورة الممتاز فعايز يعمل حاجة. كابت المجدي عايز يعمل حاجة وقدام البطل. قدام تالت العالم. وقدام صاحب اكبر عدد من الحصول على بطولة الدورة. محدش يفتكر ان المطش بكرة سهل. ابدا. فريق لسه صاعد ولكن عنده مدير فني طموح جدا. وعنده مجموعة لعبين خبرة مع شباب عاملين فرقة كويسة جدا. بتكسب وبتتغلب بس بتتعدلش. مباراة فاركو بيكسب وبتغلب بس. بمتعدلش. قدر ان هو يفوز على واحد من الاكبر الاندية المصرية نادي الزمالك. في كاسر ربط. يعني فريق عنده نزعة هجومية وجرأة. لكن طيب. هروح للجنب اللي انا ما بحبوش او اتمنى ان انا ابتدي حبو. كابت المحمد معروف هو اللي حيدين هذه المباراة من الناحة التحكمية. كابت المحمد معروف حكم محترم بنكن له كل تقدير وكل احترام. ولكن تاريخنا. تاريخ النادي الاهلي مع كابت المعروف. للأسف للأسف بيخلينا مش متفقلين. ولا جمهور النادي الاهلي. يعني يمكن كل الجمهور اللي لسه فاكرة مباراة الاهلي والمحلة. السنة اللي فاتت. اللي كانت في استاد المحلة وضربة الجزاء بتاعة محمد هاني. وكان فيه طرد المدافع اعتقد فتح الله لعب نادي المحلة ولم يحتسب. قرارات عكسية كانت كتيرة جدا. خسرتيني ثلاث نقط كانوا ممكن جدا يدخلوني في المسابقة. فكابت المحمد معروف كان سببا في خسارة النادي الاهلي للدولي العام المصري السنة اللي فاتت. أتمنى يا رب. يا رب من كل قلبي. وأنا هنا ما بصدرش نبر التشاؤم أو بشكك أو والله العظيم أبدا. أنا بقول حقائق يا جماعة. حقائق. الحقائق واضحة جدا وأرقام. التاريخ ما بيجدبش. أنا عندي تخوف. مش أنا الوحدي. أنا وكثير من جمهور نادي الاهلي. عندنا تخوف حقيقي من الكابتن محمد معروف. أتمنى أنه يبتدي يزيل. مش بأنه يدي النادي الاهلي حاجة. خالص. احكم بالعدل. بالعدل فقط لغير. إذا كان النادي الاهلي يستحق هدف. من فضل حضرتك احسب الهدف. إذا كان النادي الاهلي. يجي الدخل فيه هدف. احسبه ضد النادي الاهلي. أنا حضرتك. مباراة صعبة. وفي أمس الحاجة أن أنا أكسب. يعني طبعا أكسب بالعدالة التحكمية. مش هينفع بكرة يكون فيه غلطات تحكمية تؤثر على نتيجة المباراة. ما احترمنا الجميع الفرق. لكن الهدف النادي الاهلي هو الفوز الدائم في كل المباريات. والهدف الرئيسي هو التتويق ببطولة الدولة. بمجهود لعبته فقط. أنا كل اللي محتاجه عدالة تحكمية فقط. افتكروا مباراة اللي أنا كريمت فيها على مباراة الهلال. عندما تواجدت العدالة التحكمية في مباراة الهلال. كسبنا 4-0. هلال السعودي. في كاس العالم للأندي. كسبت 4-0 بنفس الحكم اللي ظلمك قبلها بيومين 3. كسبت 4-0 وفريق من أفضل وإن لم يكن الأفضل في آسيا. فكابتن محمد بعد إذن حضرتك. كل اللي أرجوه للمرة المليونة هو. أنا عارف إن كل حاجة بتوصل. من فضل حضراتكم لكل طاقم التحكيم بقيادة كابتن محمد معروفة. هقول لكم على طاقم التحكيم دلوقتي. من فضل حضراتكم الحكم بالعدل. إذا كان للنادي الأهلي هدف من فضلك احسبه. ركل الجزاء احسبها. ضد النادي الأهلي احسبها. لو عايز تروح تشوف الفار. والله العظيم النادي الأهلي. الفار ما بيعدش ضد النادي الأهلي. أو مع النادي الأهلي أنا آسف. برضو من حقنا كجمهور النادي الأهلي. نشوف إن الحكم. لو في كرة فيها شك. ومن الأربع. من الأربع. حاجات اللي بيتعاملوا في موضوع الفار. روح تبص عليها يا كابتن محمد. نفهاش مشكلة والله. والله ما هتقلل منك. لكن حتى لو أنت خدت قرار. روح بص يمكن. يمكن. تبقى مستريح في قرارك. فكابتن محمد معروف. يا رب بكرة يعمل مباراة جيدة. كابتن محمد معروف حكما للساحة. كابتن محمود أبو الرجال. وكابتن هشام الدسوقي. اتنين مساعدين. كابتن محمود ناجي حكم رابع. كابتن أحمد الغندور الفار. وكابتن هاني عبد الفتاح حكم مساعد للفار. طاقم تحكيم محترم جدا. وكله دولي. كابتن معروف. كابتن أبو الرجال. كابتن شام. كابتن محمود. كابتن أحمد الغندور. كلهم ناس. أنا برضو لما باجأ أتكلم. أنا لا أنتقد أسماء. ولكن أنا بانتقد أداء أسماء. أداء هذه الأسماء. أتمنى أنه يبقى على قد المسؤولية الملقاة على عاطقهم بكرة. لأنها مباراة صعبة جدا جدا جدا. أتمنى كمان كل التوفيق للنادي الأهلي. وجهازه الفني. لأنه مباراة صعبة. مش تهلة. كمان مسيماني بكرة. إن شاء الله سيخود المباراة. بيعاني من العديد. والعديد كالعادة. من الغيابات الكبيرة. ومن اللاعبين. أصبحت عادة. دائما. عين الحسود الظاهر. ولا إيه زي ما بيقوله. أصابت فريق النادي الأهلي. يمكن الكل قبل بداية الموسم. كان بيشيد بالسكواد بتاع النادي الأهلي. وكيفية توفير إدارة الكرة في النادي الأهلي. لهذه العناصر والبدلاء. والبدلاء البدلاء كمان. ولكن إصابات كثيرة جدا جدا. قدر الله ما شاء فعل. إن شاء الله بكرة حيغيب عن النادي الأهلي. أو يعني للأسف. حيغيب عن النادي الأهلي عشر لاعبين. كم عم إسلام؟ عشر لاعبين. كابتن ياسر إبراهيم. كابتن أيمن أشرف. كابتن وليد سليمان. كابتن أكرم توفي. كابتن عمار حمدي. كابتن بدر بنون. كابتن سلاح محسن للإصابة. وتم استبعاد محمد فخري. وزياد طارق ومحمد أشرف. لأسباب فنية. خلونا برضو نروح. لقائمة النادي الأهلي. في مباراة بكرة إن شاء الله. 22 لاعب. محمد الشناوي وعلي لطفي. ومصطفى شبير ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم. وعلي معلوله محمد هاني وكريم فؤاد. محمود وحيد. حمدي فتحي. أليو ديانج. عمر السلية. حسين الشحات. مجدي أفشة. محمد محمود. طاهر محمد طاهر. لويس مكيسوني. أحمد عبدالقادر. محمد خليفة نصير. برسيتاو. محمد شريف. حسام حسن. هذه هي قائمة النادي الأهلي. لمواجهة فريق فرقو. عايز برضا أقول لحضراتكم أنه النهاردة كان فيه مباراتين في بطولة الدوري الممتاز. إستن كامبني فوزه الأول على سيراميكا كيلوباترا. بيفوز بهدف مقابل لشيء بقيادة الكابتن علاء عبد العال. بيحقق فوزه الأول. أيضا فاز إستن كامبني جاب هدف المباراة محمد صلاح من ركلة جزاء. أيضا في المباراة التانية تعادل إيجابية النادي الاتحاد السكندري. ومدير الفني كابتن حسام حسن مع طلاقع الجيش بهدف لكل فريق. ومدير الفني طبعا كابتن طارق العشري. مابولولو لاعب نادي الاتحاد السكندري تقدم من ركل الجزاء. ثم تعادل أحمد سمير لطلاقع الجيش. ويعني تعادل في مصلحة طلاقع الجيش أكتر من النادي الاتحاد السكندري. طبعا إسترن كامبني وفوزه النهاردة حيولع الدنيا بالليل أو تحت يعني. الدنيا هتبقى ولعة جدا لأنه النادي الإسماعيلي عنده بكرة مباراة أمام مصر المقصة. هنشوف إلا حيحصل في هذه المباراة. الأهل إن شاء الله بخلاف طبعا مباراة النادي الأهلي. سيكون فيه مباراتين زي ما بقول لحضراتكم الجونة والبنك الأهلي. في الجونة الساعة 13 عصرة. كمان زي ما قلت لكم مصر المقصة سيلاقي نادي الإسماعيلي في تمام الساعة الخامسة والنصف. وده طبعا المواجهة الثانية لكابتن حمد إبراهيم. نزلنا سألنا الناس عن توقعاتهم لنتيجة مباراة الأهلي. وفاركو. خلنا نطلع نروح نشوف تقريب والناس ماذا قالت عن هذه المباراة. وبعد كده فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نستعرض كل أخبارنا أخبار النهاردة في البيت الكبير. سهلا وسهلا بقى حضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين. خلينا نروح لأخبارنا بقى أخبار البيت الكبير. مسماني بيحاضر اللاعبين بالفيديو. إيه الأخطاء اللي حصلت في المباراة الأخيرة؟ كان عادة دايما الخبر ده بنقوله لحضراتكم دايما. مسماني ما بيجي يتكلم مع اللاعبين سواء بيتكلم من ناحية النظرية. وساعات طبعا بالفيديو من خلال محاضرة فنية بيشرح فيها كل اللي بيحصل. أو كل اللي حصل سواء من إيجابيات أو سلبيات في المباراة السابقة. وإيه اللي حيحصل في المباراة اللي جاية؟ في ظل غياب عشر اللاعبين الحقيقة. وفي ظل غيابات كثيرة جدا وإصابات كثيرة داخل النادي الأهلي. ولكن خلاص اللي موجود زي ما حضراتكم شايفين بيتكلم مع أحمد عبدالقادر. بشناوي وعلي لطفي وحمزة ومصطفى شبير بيتمرنوا. الحمد لله الأمور ماشي بشكل طبيعي جدا. بكرة الكل بيركز فقط في المباراة. وكيف إن شاء الله يستطيع النادي الأهلي أنه يسعد جمهوره مرة تانية. خصوصا بعد خسارته الأخيرة من نادي سانداونز بهدف مقابل لشيء. زي ما حضراتكم شايفين كالعادة دائما تمرين النادي الأهلي بيبقى حاجات صغيرة كده. اللاعبة تتعود أكتر على الباص الكتير داخل أرض الملعب. وبعض الجمل الفنية من بيتسو موسيماني. تدريبات بدنية وتأسيمة قوية. وميران مكثف لحراسة المرمى. وثناء الأهلي يسافران إلى سلوفيكيا الجمعة لبدء الاحتراف. إن شاء الله كل التوفيق وكانوا موجودين معانا. الحقيقة مبارح محمد مغربي ومحمد ياسر. كل التوفيق ليهم إن شاء الله في أعارضهم. ويرجعوا لنا أفضل وأفضل من هذه الفترة. المريخ بيعلن موقفه النهائي من مواجهة النادي الأهلي في القاهرة. نادي المريخ السوداني بيعلن عن موقفه النهائي من مواجهة النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا في القاهرة. بعد خروج أنباء تشير لرغبة المريخ في نقل المباراة من القاهرة. بعد تحسن موقفه في المجموعة. أكد مسؤول المريخ لنظرائهم في الأهلي أنه لا يوجد أي نية لنقل مباراة الفريقين من القاهرة مشددين على رغبتهم في إقامة المباراة باستاذ السلام ولكن طلب مسؤول المريخ حضورا جماهريا سودانيا لتدعيم الفريق في المباراة أمام النادي الأهلي زي ما حضرتكم عارفين إن شاء الله المباراة يوم السبت القادم الاتحاد بيتعادل زي ما قلت لكم مع طلاعي الجيش ويرس إستن كامبني بيفوز في أولى المباراة على سيراميكا كل وبطر اتحاد كرة القدم رضا على كل الكلام اللي بتقال لم نحسم مصير كأس مصر للموسم الماضي كشف مسؤول اتحاد كرة القدم برئاسة أستاذ جمال علام على أنه لم يتم حسم مصير مسابقة كأس مصر للموسم المنقضي حتى الآن سواء بالإلغاء أو باستئنافها خلال الفترة المقبلة قال مسؤول اتحاد كرة القدم أنه في حال إلغاء هذه المسابقة سيتم إعداد تقرير عن أسباب الإلغاء ونفس الأمر في حال استئنافها ماشي قدينا مستنين نشوف إلي حيحصل وبرضو نروح مرة تانية لتحاد كرة القدم بيقول لم نتسلم مكافأة الصعود لنهائي أمم إفريقيا وكيروش يكتمع بجمال علام للتجهيز لمبارتي المنتخب السنغالي مهمة جدا الكل دلوقتي بينتظر إن شاء الله بعد الفترة الأسبوعين ثلاثة اللي جايين دول الكل دلوقتي حيبتدي بقى يفكر في مباراة السنغال منتخبنا الوطني أمام السنغال سواء في القاهرة أو في السنغال ويا رب إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في هذه المباراة فاصل وبعد هذا الفاصل حنستقبل الفقرة الأولى حيكون معنا نجم النادي الأهل السابق النجم الكبير كابتن عادر عبد الرحمن حتكلم معنا عن مباراة بكرة وفي الجزء الأخير من هذه الحلقة حيكون نعايا كريم سعيد وأحمد سابت هنتكلم أيضا عن مباراة غدا من الناحية الفنية وكيف يستطيع النادي الأهلي أن يفوز في مباراة غدا بعد الفاصل النجم الكبير كابتن عادر عبد الرحمن أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين خلوني أرحب يضيف حضراتكم في هذه الفقرة نجم الكبير كابتن عادر عبد الرحمن كابتن عادر كابتن السلام أهلا بك أهلا وسهلا بكرة شايف المطشي إزاي على طول يعني شايف أنه النادي الأهلي بعد مباراة خسارة بيبقى أكثر شراسة وأكثر قوة والمفترض أنه خلاص بقى رجع للدوري المصري تأخرنا كتير في المباريات يعني وعندنا مباراة مؤجلة عندنا ضغط قوي جدا فمباراة بكرة بداية يعني لأنه تخط حتة خسارة سانداونز اللي احنا يعني فجئنا بيها ولكن أحيانا الفريح يعرف يفصل يا كابتن من وجهة نظرك ده اللي بيحصل ده يعني أنا كنت لسه أكمل لك أحيانا في خسارة تبقى ماكسب يعني احنا بعد كاس العالم الأندية وبعد الأداء الجيد اللي عملناها وبعد البرونزية اللي خدناها بيحصل شوية يعني عدم تزير لما أنت بتفوق بس الفوآن كانت صعب شوية لكن لما يعني بيحصل موقف المفروض ما بيعني الدربة اللي ما بتقسمش بتقوي فدي أنا بعتبرها أنه جات في وقت خسارة مكسب اه خسارة مكسب أنا أنا من وجهة نظرة ليه ليه لأنه صحيا بقى شوية نعرف أني بس ده كابتن أنا برضه معلش لأن أنا أنا يمكن من المجموعة اللي بتقود هذا الاتجاه أن الأهلي ما لقبش مطش وحش والأهلي لم يكن موفقا في عدم إحرازه للأهداف في مباراة سانداونز يعني لو جات الكرة بتاعت شريف لو جات الكرة بتاعت أبشا لو جات الكرة بتاعت كازا لو جات الكرة بتاعت كازا لو عادنا نعد هنلاقي أربع أو خمس فرص كان من الممكن أن يتم تسجيلهم أربع أو خمس فرص حقيقية لو سجل منهم واحدة أو اتنين طبعا وجهة نظري كانت الأمور اختلف لو الحكم طرد الحارس كانت الأمور اختلف كانت تتفرق معك كتير وبالتالي أنا بشوف أني لا بالعكس أني لقالي عمل مباراة جيدة لكن هو سوء التوفيق في إحراز الأهداف تيه وجهة نظري ليه انت حر طبعا لا لا ليه شوف لما بنكسب بنتكلم وبنعدد أسباب المكسب مضبوط لما بتخسر الفرقة القوية اللي تعرف أخطأت في إيه عشان تعالج بسرعة ضياء الأهداف ده نوع بالزبط يعني لا دياء الأهداف كمان نوع من أنواع الأخطاء ونوع من أنواع اللا مبالاة والدلع والأخطاء طبعا ولده خطأ علشان كده بقولك انه انت لو درست حتة انك انت في مطش الهلال السعودي فأول حجماتك ربنا وفقك جوال إلا حصل يعني ده اللي أنا بقوله النادي الأهلي عنده مشكلة مع الفرق كلها أي فرقة بتجي تلعب النادي الأهلي كبيرة في أفريقيا قليلة في مصر فرقة صغيرة فرقة كبيرة في كل في أفريقيا كلها بيلعب النادي الأهلي بيلعبوك بالطريقة واحدة ومعندهم شل بلان واحد بس فقط النادي الأهلي لما بيجيب جون الفرق بتضطر ان يتغير لما بتغير النادي الأهلي بيلعب براحته فهو مشكلة الفرق الكبيرة دايماً بتبقى الهدف الأولاني لو أحرص الهدف الأولاني خلاص خلاص بتلعب بقى لأنه هو بيتخلى عن فكرته اللي هي الدفاعية بقى إحنا أخطأنا ده يعني أهداف يبقى أخطأنا أعداد نفس اللاعبين أنهما ما أحضرزوشي هو أهداف يبقى أخطأ عشان كده بقولك الخسارة ممكن تديك مكسب تديك مكسب إزاي لأ خلاص يعني مكسب اللي جاي انسوا بقى حتة كس العلم الأندية ودايماً تسحة طيب أقولك حاجة مهمة أوي البطولتين اللي احنا خدناها في بداية المجموعة دايماً بتحصل لك في صعوبة شوية احنا اتلعنا تاني في المرتين اتلعنا تاني في التسعة وفي العشر اه يعني أنا يمكن كنت في استوديو تحنيلي من قيمة مطشين أنا قلت حاجة وأنا كنت بعنيها ما قول ربنا نستر نعدي الفترة الخطرة دي في دور المجموعات ونوصل يعني لان هيحصل فيه مشكلة شوية المشكلة لانك انت جاي من مباريات كتير قوي وجاي من أجواء لأجواء ومن نوم لنوم وأنا بكلم عن لعيبة يعني انت بتتكلم على لعيبة ان هذه الأهل الدوليين مثلا على سبيل المثال بطولة عربية في كتر بعدين رجع بطولة أفريقية وبعدين كاس علم الأندية تخيل انت ثلاثة وبعدين رجع على السفر للسودان وبعدين اللي رجع بيرجع على الدوري يعني معناها انك انت بتغير النومة بتاعتك كل حاجة وبتغير الجو بس من المفترض انت لعيب مختلف برضو يا كابتن يعني تاخد دايما ان انت معارف ان الكل ده بيحصل أوكي مهودة ده أثرت على المحترفين الأعلى على ماني وصلاح على فكرة ما أنا بقول لك حاجة انت اللي هتقوله أنا هقول عكسه عشان نبقى يعني فيه حوار عشان نبقى فيه لا يعني أنا بقولك أثرت على ماني وعلى صلاح في ريفربول في البداية وبعدين هم ليحقوا نفسهم علشان دي مجموعة كاملة ايو فأنا بقولك ما بالك بقى اللعيب المصري بيتلق بالذات اللعيب النادي الآلي عشان عندنا دائما انت بتلعب بطولات أكتر من الأندية المصرية مصبوط وأكتر من الأندية الأفريقية عشان انت بيدخلك بطولة أفريقيا وبعدين دائما الفرق الكبيرة بيبقى الضريبة بتاعتها بيبقى عندها لعيبة دوليين كتير يعني فيه أندية بيبقى عندها لاعب أو اتنين لكن الفرق الكبيرة دائما بيبقى مش أقل من 7-8 التاريخ بيقول كده في كاس العالم 90 كنا 13 من 22 في كاس أمم التلق بطولات اللي خدناهم كنا حوالي 11 من 22 أنا أكلمك على الأندية الكبيرة فأنت عندك هيبقى مشكلة دائما في البدايات يا حد أما الأمور تستقر عندك مشكلة كبيرة قوي الأيام اللي جاية أنت عندك ضغط مبريات بس إن شاء الله يعني لو يعني أنا معرفش لسه تأجل المباراة بتاعة برامة زولة لسه لا هو حتى الآن بيقولوا أنها المباراة تلاقف معت لا المفروض تتأجل إيه أنا ما ينفعش أنا عاوز أقولك حاجة يمكن الاتحادات في العالم كله دايما بيساعدوا الأندية المتميزة اللي بتلعب باسم بلدها باسم الدولة يعني بمعنى يعني أنا النادي الأهلي أو نادي الزمالك لو بيلعب بطولات كتير برة وإحنا محتاجينه إن هو يكسب فلازم أريحه في الدورة بالأخص بالأخص إنت عندك الدورة المصري طول عمره بيبقى ما بتعملش فيه بلان سنوي مفيش مرة في التاريخ ألا مرة عشان بس الناس تبقى عارفة عصام الكتن عصام عب منام الوحيد اللي عمل الجدول من واحد للآخر ونفزه وكانت ظروف مساعداء ولكن أنا بكلمك على الفترة دي أنت لازم تساعد الأندية ليه علشان أنت عندك السنغال برضو صح عندك السنغال راح جاي لازم لازم أنت في وضع غير عادي فالوضع الغير عادي لازم تاخد قرارات استثنائية أي ما يهمكش حد أنت يهمك أنك أنت يعني كل اللي بيتعمل في الدوريات يا كابتن إسلام عشان إيه عشان منتخب قومي تعرف كده يعني هو بس الناس تغيرت دلوقتي علشان الاحتراف الخارجي فيه فلوس كتير قوي وعلشان الدوريات الكبيرة تحولت لمؤسسات وفلوس وحاجات ومرهنات وحاجات كده كتير تحول الأمر للأندية بيت أقوى من المنتخبات بره مباراة للأندية لكن أنا بكلمك إحنا عندنا هدف كاس عالم يعني أنت عندك كاس عالم فلما يكون عندك كاس عالم يبقى المنتخب أهم فالمنتخب لما يبقى أهم يبقى لازم تريح لعبة اللي هتلعب في المنتخب يعني أنا لو ناجي الزمالك اللي عنده الضغط ده هقولك ربح لعبته عندنا زيزو في المنتخب وعندنا كأبو الفتوح في المنتخب وعندنا الوينش في المنتخب سأنا نكلم على المباراة لتلعب النادي الأهلي أنا لأ لأ علشان بس الناس ما يقولوش إن إحنا بندافع النادي الأهلي وبس لأ أنا هدفع على إنك أنت ما تجهد ليش اللعيب الدولية اتحاد كرة القدم هيعملية كل اللاعبين اللي بيلعبوا مع المنتخب هيقعدهم ميلعبوش لا انا بتكلم في الظروف الغير عادية انت باكلمك انا قلتلك باشرحت لك الموقف بتاع اللاعبة الدولية بتاع النادي الاهل بالذات الفترة الطويلة دي فترة صعبة جدا عشان كده انا دائما اللاعبة المباراة اللي فاتت انا مزعلان منهم بالعكس لعبوا وموتوا نفسهم فيه اه فيه تعالي شوية فيه عدم اتزان شوية لكن غاز من عنهم انا بلت مثلهم عزل كبير الناس دي تعبت قوي الموضوع صعب جدا للغاية يعني طبعا وبعدين انت لعبت برضو تيم كرة كويس يعني لعبت تيم كرة بدأ يشتغل على الحاجات العكسية اللي انت بتعملها ولكن في الاخر اقدر اقولك المباراة بتاعت بقرة يعني اتمنى اتمنى ان احنا نخلصها بدري لو خلصتها بدري لان الفرق تفرقه ومجد عبدالعاطي مدرب محترم والفرقه ممكن تتعبك لو اتاخر الهدف والحاجات دي طيب لو اتاخر الهدف لو جيل هدف بدري انت حضرتك قلتنا ان تغيير او شكل الخطة بتاعت الفريق بلعب قدامك مهما كان بيتغير طبعا اكيد وبالتالي انت برضو من الممكن انت تغير خطتك انا اتمنى شوف احيانا احيانا في قضية عندي طول الوقت انا بقول مين اللي بيحط خطة اللعب المدرب ولا اللاعبين مين اللاعب مش المدرب بمعنى مش اللعيب اللي بيقول العب كزا لا القماشة بتاعتك يعني مثلا على سبيل المثال ممكن انا كن بحب برع ألعب باربعة عندي واحد زي عماد النحاس مثلا زي كان منو البوزين قالك مقدرش ألعب باربعة هخسر عماد ممكن ابدأ بيه وطلعه قدام شوية ممكن فانت بتعمل طريقة لهبك على مين على اللعيبة على اللعيبة يعني انا مثلا احنا الفترة اللي فاتت كنا بنلعب تلاتة اربعة تلاتة هو اربعة تلاتة تلاتة اه اه والعكس انت بتخسر فيها افشة انا ممكن قلتها يعني افشة هتخسره دائما في التلاتة اللي قدام اه الا لو افشة غير من نفسه بمعنى افشة قدر ان هو زي منتر المباراة اللي هو يلعب ديفندر بالزبط لكن انا دلوقت لما هلعب افشة مقدرش يلعب على الطرف ولا يقدر يلعب راس حربة افشة خطرته فين خطرته في الحتة اللي تحت الراس حرب عشان كن انا بحب دايما في الاندل كبيرة يلعب اربعة اتنين تلاتة واحد ليه؟ لان الفرق اللي بتلعب قصدك بتلعب ايه يا كابتن الاسلام كلها مدافعين بتلعب خمسة خمسة اه تلعب مدافع صح طب انا لو لعبت بتلاتة طب بعمل ايه يعني انا لا بس خلي بارك هو غالبا ما بيعمل كده مثلا مباراة المقصة هو بدء المباراة من اولها اربعة اتنين تلاتة واحد او اربعة تلاتة تلاتة او كذا او كذا المباراة اللي بعد كده لا مباراة المقصة اربعة اتنين تلاتة واحد مباراة سانداونز هو بدء المباراة اربعة تلاتة تلاتة حمدي ما كانش بيلعب ورا كان بيلعب في نص المرعة ما هو انا أنا 3-4-3 4-3-3 أنا بالنسبالي أنا بالنسبالي هخسر فيها العين مهم زي أفشا أنا بحب أفشا في اللعب يعني إنه هو بالذات في المباريات اللي هي بتلعب الفرق الأقل منك كتير وإنت 99 أو 100% الفرق أقل منك إنت النادي الآلي يعني فإنت لما تيجي تلعب الفرق اللي زي دي فإنت يجب أنك أنت ما تخليش حتة نص الملعب يبقى والثلاثة اللي قدام والثلاثة اللي قدام يبقى إنت عايز سرعات بس لازم يبقى في واحد زي مجد أفشا عارف لو مجد أفشا مع الثلاثة اللي قدام بالشكل ده مجد أفشا هيوصلهم أكتر وهيلعبهم أكتر وبعدين إنت أحيانا في مطشط في الدوري مش لازم تلعب بتلاثة زي حمدي فتح وديانج والسولية يعني ممكن تستغنع عن واحد فيهم وتلعب بواحد آخر زي أفشا مثلا لأنهم مش الفرق المهاجمة قوي ولكن هو اللي شايف مثلا المسلماني شايف الموضوع وهو اللي بيمرنهم وهو اللي شايفهم ولكن في الآخر اللي أنا عايز أقول لك إن إحنا نمتلك أسلحة كويسة قوي هارض لك المباراة بتاع السانداونز ولكن هنبدأ من فاركو إن شاء الله مضبوط هل تتوقع أي تغيير في التشكيل في مباراة فاركو بكرة؟ وكده كده ياسر برا ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم أنا شايف إنه لازم يبقى مصاب يعني أنا لازم الثلاث مباريات اللي جايين يبقى ليهم استراتيجية متصلين ببعض بمعنى إيه كابتن إسلام إنه ملعبهاش على حدة فاهم هو الهدف المعلن إن أنا بلعب للعيبة فيه هدف معلن للعيبة وفيه هدف معلن وفيه هدف داخلي بتاع المدرب نفسه أنا كمدرب هدفي إن أنا أشتغل على الثلاثة أشتغل على الثلاثة بدنيا وفنيا وأفراد بمعنى إن أنا ممكن غير معلن للعيبة هريح عادل هريح أحمد هريح سيد بس كل واحد ياخد فيهم سبعين دقيقة وده ياخد ثمانين دقيقة عشان أنت عندك صعوبة في المباريات اللي جاي عندك المريخ وعندك ساندونز وعندك البرمز وعندك فارقو يعني أربع مباريات لازم يتصلوا ببعض فعلشان كده أنا أفتكر إنه فيه هيبقى تدوير يعني ممكن يكون فيه تغيير في فرض أو اتنين في المباراة اللي جاي في التشكيل آه في التشكيل طيب لا أعرف المركز الثاني 22 نقطة ثمن مباريات فارقو في المركز السابع 15.18 مباريات البعض بيعتبر إن المباراة دي سهلة إيه رأيك؟ لا مش سهلة مفيش مباراة سهلة في الظروف بتاعة النادي الأهلي الصعب ومفيش مباراة سهلة للنادي الأهلي على فكرة بجد يعني الكلام ده لازم يعني نبحث فيه قوي مباراة النادي الأهلي دايما بتبقى صعبة على النادي الأهلي مش علشان الفرق قوية لا علشان ده النادي الأهلي اليوم ده بيبقى فرح للفرق أو بالمعنى الأصح مباراة مهمة للشخص نفسه مصبوط ومش للفرقة كمان يعني اللي هو عايز أقول لك اللي يتقال عليه يا كاتن إسلام طموح اللاعبين نفسه لأن المطش ده إعلامياً بيبقى قوي جداً اللعيب اللي بيبرص بيعمل فيه أداء كويس بيفضل طول الوقت طول الدوري بيشتغل المدرب اللي بيكسب النادي الأهلي أو بيتعادل معه بيشتغل سنة كاملة من جرام ما يمشوه ده حقيقة يعني فالمباراة بيبقى دايماً فيها صعوبة فيها تحضير يعني ممكن لو أنت تفرجت مثلاً على فرق بتلعب النادي الأهلي وبعدين تتفرج عليهم تاني مع فرق تاني بيلعبوا بعض تحس إنه مباراة عادية لكن قدام النادي الأهلي بيبقى فيه صعوبة جاندة فعلشان كده فيه صعوبات بتبقى على النادي الأهلي إلا بقى النادي الأهلي لما بيخلص بدري بيرجع الفرقة الحجمها الطبيعي فبيقدر يكسب على طول لكن فيه صعوبة طبعاً في المباراة شايف فريق فرقه بقى إزاي فرقة كويسة جداً مجد عبد العاطي أقول لك في البداية بدأ البداية اللي هي بداية الصعود ما كانت شي جيدة بس أنا أعرف مجد كويس شخصية متزنة جداً مدرب يعني شخصية كويسة مدرب بيفهم يعني بيمشي خطوة خطوة حتى تبص تلاقي في المستوى بتاع فرقته في تصاعد عنده مجموعة لعبين كويسين قوي هو كمان من المدربين الهديين نتائجه هتبقى في الأيام اللي جاية تبقى أفضل لأنه مش من الفرق اللي تكسب بسرعة وتخسر بسرعة أو من الفرق اللي تلاقيها مباراة عالية ومباراة عطية هو بيبدأ بوتيرة ويعلى شوية بشوية هو بيدفع كويس قوي وهيدفع أكتر مع النادي الأهلي وشايف أن هي فرقة فيها التزان ما بين الهجوم والدفاع ولكن عندهم الحتة بتاعة القوار العرضية أنا شفتها كتير يعني فيها عنده صعوبة شوية حتة السرد بكات واللعب اللي هو بيبقى فيه لو بيهاجم والحتة المرتدة اللي عليه الوقفة ما بتبقاش يعني وأنا عارف أنه مجدى هيحسن منها كتير قوي ولكن في الآخر فرقة كويسة تقدر تقول عليها أن هي من الفرق المتوسطة في الوقت الحالي وهتنهي إن شاء الله هتنهي كويس لإن مجدى مدارك كويس طيب هل يتأثر النادي الأهلي بدغط المباراة؟ أكيد موحدة اللي احنا تكلمناه نادي الأهلي علشان كده بقولك كل لعيبة النادي الأهلي في الفترة دي لازم تكون على استعداد كامل أن هي هتلعب فيها وقت كابتن أسلام وأنت كنت لعيب في النادي الأهلي وأنا كنت لعيب في النادي الأهلي أحياناً بتحس أنك أنت بعيد وأحياناً بتحس أنك قريب فأنت وأنت بتبقى بعيد بيتسلل لك حتة أنك أنت تهدى شوية حتى في التمريد لكن أنا بقولك أنه الفرقة كلها لازم تعمل حسابها أن هي في أي لحظة هتلعب وفي أي وقت هيلعب لأنه المباراة فيها ضغط كبير هنتأثر ولكن التأثر الأولاني كان في ساندونس ولكن علشان كده أنا قلت لك وبادية الحلقة معاك و بقولك أن في خسارة تبقى مكسب مكسب لما هو قادم دائماً أنا بقول أن الخسارة دي مكسب لأنه لازم يخلي بالهم أن في صعوبة هتبقى أن كل المطشطة هتبقى فيها قوة و الدم النادي الأهلي هل شريف بيواجه أزمة في التهديف حمد شريف؟ حاطت نفسه فيها هو اللي حاطت نفسه كيف يخرج منه؟ أنا زعلان منه أحياناً اللعيب مش عايز تثبت نفسك انتك لعيب بس يعني انتك وانت هدف الدوري والعيب النادي الأهلي والعيب منتخب مصر وحصل لك موقف ليه دايماً بتجلد نفسك ده أنا اللي أنا بقول عليه لازم هدوء شوية أنا حاسن هو بعد الموقف اللي حصل في المنتخب أنا بقول موقف صعب موقف صعب جداً للغاية والمدرب كان فيه غلطان جداً وأنا كن زعلان منه جداً كمدرب إزاي يوصل به الحال أنه هو يوصل لعيب لكده ولكن أنا برضو لعيب محترف أنا ما بلعبش في أي نادي أنا بلعب في نادي كبير ما ها أنت كده هتخلينا نصح أنا دائماً بقول للعيبة إيه اللي أنا مش مقتنع بيك اكسفني عايزك تأمل فيه إيه عايزك تطلعني منيش بفهر تطلعني غلطان ما لا أو ما بفهمش كمان دي حقيقة والله أنا بقوله كده تطلعني ما بفهمش أن أنت لما قعدك وتنزل تكسبني وتغير وتعمل وتشتغل وتقول لي أنت غلطان أن أنت قعدتني أنت بقى محمد أشريب في الوقت ده مش لازم تعمل في نفسك كده مشدود قوي شديد نفسه قوي حاطت نفسه في حتة أنه الهدف هيخليه كويس ودي وحشة قوي للهداف الهداف دايماً ابعد عن فكرة أنك تجيب جون أنك أنت هداف هتجيب جون لكن فكرة أنك كل شوية هتجيب جون كل شوية هتجيب جون بيمحوا من دماغك التحرقات طبعاً بيخليك أنت مشدود دايماً بصص في أحياناً أنت ممكن تجيب جون بعد الخطوة الثالثة أو بعد النقلة الثالثة أو بعد اللي أنت التحرق الثالثة لك لكن أنت علشان عايز تجيب هدف فبتتحرق تحرق واحد اللي هو روح عند الجون علشان يجيب جون لأ ورغم أن أنت ممكن تروح النحياتي عشان تاخد النحياتي عشان ترجع تاخد من الحتة الفاضية أكتر من كرة في سانداونز شفتها من محمد شريف ومحمد شريف دائماً كانت عنده الميزة دي أنه لازم أول ما كرة بتبقى على الطرف ده أو ده لازم تلاقيه سرق الأولانية ودايماً تلاقيه أكتر من كرة جاءت على العرضة القريبة إلا حصل ما شفتش محمد شريف بيتحرق ما بعد لأنه مركز قوي في حتة أن يجيب جون أنا بقول لي محمد شريف أنت لعب كويس وهدف ومش محتاجين إحنا مش محتاجين منك أنك تجيب جون إحنا محتاجينك أنك أنت تبقى كويس في الملعب وأقول له حاجة تانية انزل استمتع باللعب ما تحطش نفسك تحت ضغط ما فيش مشكلة اللعيب الكرة وبالذات الفروض ودي لازم يخلي باله منها الفروض غير المدافع أنا كمدافع لو جبت جون في نفسي الناس هتمسكها لكتولي العمر المهاجم لو ضيعت ألف جون وبعدين جبت جون والتاني هترجع تاني للجمهور علشان كده فرصة المهاجم للرجوع بتبقى أسرع من المدافع وأسرع من حالس المرمى للناس دايما بتفتكلك أنك أنت جبت فينا جون أو الكرة عدت من تحت إيدك حارس لكن كفروض بالعكس أنت عندك أوبشن كويس أنك أنت يا محمد الشريف في أي لحظة هترجع تجيب جون الناس هترجع لك تاني فما تزعلش نفسك وما تشدش نفسك أخذ الأمور ببساطة وإهدى شوية علشان ما تثبتش أن أنا كنت صح مشانك عادل تمام غياب ياسر إبراهيم هل سيؤثر على الناحية الدفاعية في النادي الأهلي لا بالعكس يعني هو ياسر بيعدي بمراحل قويسة في حياته ولكن عندنا الحتة دي فيها استقرار في الوقت الحالي بالعكس رغم أن بدر بنون غايب لكن محمد عبد المينة عمر جوعه مهمة وكانت حاجة كويسة محمد بقى ركزة من ركائز المنتخب مش النادي الأهلي بس وأيمن أشرف برضو ورامي بدأ يرجع يبقى كويس ورامي لما هيبقى كويس أيمن أشرف غيابات وياسر إبراهيم غيابات الاتنين مش موجودين طبعا لكن أنا شايف أنت وبعدين بقى عندك حل سحري حمد فتحي ده حل سحري لو إيه؟ حمد فتحي يعني أنا أصلا لو أنا اللي يعني بلعب أنا مش هلعب حمد فتحي إلا سردباك تاني عشان أنا مش هلعب إلا بسردباك واحد بمعنى يعني مش هلعب في سردباك لحمد فتحي يبقى موجود سردباك وهيطلع حمد فتحي نص الملعب لما الكرة تبقى معايا هبقى زيادة هبقى في عندي واحد والاتنين الزهير بيهاجم واحد بيرجع وعندي ثلاثة دفندرات في وسط الملعب فأنا يعني دايما بقول إن حمد فتحي ده حل سحري للمنتخب وللنادي الأهلي إنه يلعب كسردباك ويطلع نص الملعب بمناسبة المهاجمين أنا أسف لما أرجع مرة تانية لمحمد شريف لإنه هل خطط اللعب الحديثة بتخدمش المهاجمين في العالم كله مش بكلم على النادي الأهلي بمعنى إن الكل دلاتي بيتجه للقادمون من الخلف زي ما كان الله أرحمه كابتن حمد أبن بيقول دايما ما أنا ببقى قادم من الخلف فكرة فروت ما فيش دلوقتي فروت تقليد اللي هو جوه ستة مثل ريفربول التلاتة اللي قدام لا مركزية كله بيتحرك في المكان اللي هو عايزه بس لازم يكون فيه تواجد لواحد في الوسطى واحد في اليمين واحد في الشمال عشان طريقة اللعب لكن إنت مثلا لو بصيت على بايرن ميونيخ ما أنت عندك ليفا ليفا واحد من رؤوس الحربة هتلاقيه دايما بيعمل إيه عشان بياخد الخط الأمامي العمود الفاكل بتاع نص الملعب نزوله ما بيبقاش على الطرف عشان هو بيلعب بدماغه كويس هو بينزل لتحت لكن تحرك ومش تحرك رأس حربة تقليدي ما بقاش كده لأن اللعبة بيبقى في مساحة صغيرة دلوقتي لكن أنت دلوقتي حتة طريقة اللعب لو ما تغيرتش أنت كمحمد شريف معاها هتبقى عندك أنت المشكلة مش عند طريقة اللعبة نفسها لأنه الطرق الدفاعية دلوقتي محتاجة منك أنك أنت السبيترن والسرعات الصغيرة والخطف والحاجات دي مش شغل رأس حربة بس بالعكس ده شغل كمان واحد بالنص الملعب وفي نقطة كنت نستمع أن أقول لك عليه هو مسمى اللاعب يعني أنا بلعب باق رايت أنت كنت لعيب باق رايت ودايما كنت بشوفك مهاجم على طول طول الوقت تمام أنت لما بتروح في ناحية اليمين أنت بتبقى إيه ببقى وينج رايت بتبقى وينج لما بتدخل نص الملعب بتبقى إيه لعيب نص هي كرة القدم كده فأنا كراس حربة بس برجع لمركزي أي أنا عارف في الآخر ترجع لمركزك في الحتة أنك أنت تدافع في مركزك لكن طول الوقت أنت بتلعب إيه علشان كده الكرة الحديثة مفيش لعيب بلعب مكان لأنك أنت لو لعبت مكان واحد هتبقى محدود شكرا وهتبقى محدود لكن أنت لازم تعرف وانت بتقطع في وسلملعب وانت بتباصل في وسلملعب حتى لو أنت باق رايت هترجع مكانك الوقت الأكبر هتبقى في الباق رايت لكن أنا بتكلم لمحمد شريف اللي أنت السؤال اللي قلته محمد شريف أحياناً لما بيبقى طرف عاوز يهرب من المدافع صح بيبقى وينجي لفت أو وينجي رايت لما بينزل شوية بيبقى لعيب نص ملعب إمتى بيبقى راس حربة بس لما الكرة بتبقى عالة راف صح وهو عاوز يفنش ويجيب جون يعني فترة الراس حربة بتبقى قليلك جداً صح يبقى أنا لازم يا شريف أتغير في حتة التحرك عشان كده أنا بدأت الكلام معاك على شريف قلتلك فكره أنه يجيب هدف هو اللي مخليه عدم حركته كتير وعدم حركته كتير بمعنى أنه هو عاوز يتمركز علشان الكرة تجي له جيب جون لا أنت لازم تتحرك أكتر من كده يا شريف ولازم ما تديش دهرك للجون شوي أحياناً الفرود اللي بيدي دهره للجون بيبقى العدلة بتاعته صعبة بيقع في الأفساد كتير والحاجة المهمة اللي عايزة أقولها برضو لشريف ودي مهمة جداً فضل ودلوقت الرس حربة في العالم كله بيشتغل عليها عليا زمان أنت ما تبصش اللي عليا زمان أنت ترقبه زي ما هو بيرقبك زي ما هو بيرقب الفرق التاني لو لعبت عليه عشان هو لبسه مختلف هيبقى أفضل هتضرب الأفساد أكتر من مرة يعني أنا دايماً أقول للرس حربة اللي يلعب معي أيه وإنت بتتحرك بص على اللعيب ما تبصش على اللعيبة بتاعه معشان تقسر أوفصيد طيب ما ممكن واحد يكون بعيد أنت مش شايفه لأ اشتغل على الله زمان كأنك أنت عشان كده لازم الرس حربة ما يديش دهره للجون لازم يبقى فيه جنب الجنب أبقى شايف كأنك بتجري كتري زي الحاكم بالزط لو شفت أنت اللي زمان اشتغل عليه لو اشتغلت عليه أكتر من مرة تقسر أوفصيد طيب محمد نصير ودخول الناشئين كيف ترى دخول الناشئين على هذه الفترة محمد نصير ده لعيب كبير قوي والله جداً فهمت خير يمكن يجدون الناس بس بلعبين محمد نصير أصلاً بلعب ديفندر مش بلعب سردباك أو بس لعب في البطولة اللي فاتت سردباك لأن محمد نصير من اللعيبة لما جيت ومسكت الفرق اللي تحت الفرق الأول بل أنا مطلعوا من الفرقة الصغيرة وكنت بأخذوا محمد نصير ومحمد عبد المنعم كل دولم خطهم من الفرقة الصغيرة عبد المنعم ونصير وزياد طارق وكذا وشوبير ومصطفى شوبير وفخري كل دولم كانوا بيلعبوا في فرقة تانية وأنا أصرتوا عربي بدر وأنا أصرتهم طلعتهم معاك فوقا والبدري وبدر مصطفى البدري أنا أصرت أنه يبقوا متواجدين معي علشان هما يبقوا قريبين للفريق الأول فمحمد نصير أصلا كنت بلعبوا دفندر كان هو الاثنين الدفندر اللي عند اللي بيلعبوا ومعاهم مصطفى كان محمد نصير وكان عربي بدر الاثنين دفندرات محمد نصير من اللعيبة الهادية قوي يمكن عنده بس بضلك كان في الفترة كان عنده الترقوة دايما كتفه كان بيحصل له مشكلة بيخلع منه والحمد لله عمل أكثر من عمل عملية لكن هو من اللعبة الجيدة قوي أعرف لو رجعت بذكرتك كده هذه خشبة شوية هذه خشبة في نص الملعب ولكن لما بيلعب سردباك هدوء بيخليه يعرف يلعب في السردباك وبيعرف لأنه كرته عالية قوي بيلعب بدماغه كويس وأنا كمان عايز أقولك على محمد نصير إنه هو كمان بليميكر كويس وبيعرف يلعب بيه وهو دي طريقة اللعبة اللي بيلعب بها نادي الأهلي إنه تطلع من وراء القدام عندنا في النادي الأهلي السروة كبيرة قوي من اللعبين خلي بالك يمكن السروة دي بدأت فيها استثمار بدأ يبقى فيها أنت قاديك بتشوف لعيبة أصلا كن يتم إعارتهم ده كان مغربي ويسر معي هنا وتكلموا عن إعارتهم خلال الفترة القديمة طبعا أصل الإعارة يعني مثلا تخيلوا أنت أكرم توفيق لو ما كانش تلع إعارة كتر من مرة ما كانش لعب كثير ما كانش يباني إنه أكرم توفيق أقولك حاجة زياد طري ما وراح الإسماعيلي ولعب برضو كان إعارة فخري ما وراح برضو رجع حمد عبد المنقم مثلا حمد عبد المنقم من اللعبة من اللعبة الكويسة قوي اللي هو استفاد منين لما خرج سموحة وبعدين فيه وتشر وبعدين رجع النادي الأهلي تاني ما هي دي؟ ما هو ده المشروع اللي إحنا كنا نتكلم عليه دايما المشروع اللي ياريت الأندية تعمل زي النادي الأهلي النادي الأهلي كتير قوي بيطلع لعيبة أنا الفترة اللي كنت أمسك فيها كان عندي تلمنتاشر إعارة واتناشر لعيب منهم مين؟ عبد المنعم والبدري ومحمد نصير يعني منهم ستة سبعة اللي بيلعبوا دلوقتي وطمنتاشر إعارة منهم الحناوي وسعداوي بتاع الجونة ولعيبة كتير يعني وأحمد ياسر ريان وأحمد حمدي ولعيبة كتير قوي يعني وفخري والناس دي كلها فالفكرة جيدة قوي أنك أنت تقدر تلعب ناشئين في الفترة اللي هي النادي الأهلي فيها في علوك يا عبد النادي الأهلي ماشي كويس تقييمك هي كابتل الدوري السندي؟ والله شوف هتبقى يعني إن شاء الله يعني الدوري هيبقى فيه حسم في الفترات اللي فيه استقرار بمعنى؟ بزاة استقرار للنادي الأهلي المطشات الصعبة اللي هي الضغط على النادي الأهلي النادي الأهلي مش من الأندير اللي بيحط همه على بطولة واحدة أنت بتلعب على جميع كذا بطولة وحاجة تانية مهمة أنك مش مطالب أنك تاخد البطولات والناس تقولك أنت هايل لأنك إنت لما بتيجي تاخد بطولة بيبقى العادي بتاعك وهي دي المشكلة الكبيرة اللي الناس لازم تعرفها أنك إنت بتفضل تكسب وتشتغل وتشتغل لما تتعدى لما تتعدى المطشي وقالك إيه اللي بيه viele يحصل يقولك النادي الأهلي ليه نسل النادي الأهلي يعني تخيل أنها ت Archives انت قسرت منه المباراة هنا وانت قلت أننا أدأنا كان كتا ما كنا شوحشين دي حقيقة تخيل الناس كلها أعملت鞋 لما النادي الأهلي الضغالب مش معناها أنو النادي الأهلي كان غشلا الناس واخدى على كده جمر النادي الأهلي واخدى على كده واخدى على كدرا معه النادي الأهلي ما ينفعش يتعادل ليه؟ لأنه أنت بتربي لعبتك وهم صغيرين على إن وان وي أنت لازم تكسف فقط وديم يخليك يحدد ما عشان كده بقولك الدربة اللي ما بتسمش بتقوي إيه اللي بيحصل أنت لما خسرت أنت اللعيبة شافت الوجه الآخر بتاع الجمهور رغم أن جمهور النادي الأهلي مساند دائما عشان كده بقولك ده أحسن الجمهور في مصر حقيقة ومن الجمهور اللي أنا شايفه مخلص جدا لفرقته حتى الناس يقولك عليه ده ورا فرقته في أي حاجة وما بيعرفوش في الكرة لا الناس مش فاهمة يعني دايما يقولك على جمهور النادي الأهلي كتير وهم ورا ناديهم وخلاصهم لا جمهور النادي أهلي بيفهم في الكرة قوي بس هو بيفهم إزاي يعلل عائدته وإزاي يرجع لعائدته لأنه إحنا دايما بنقوله على جمهور النادي الأهلي اللعب رقم واحد في الجمهور برا اللعب رقم 12 دايما يقوله كده لا أنا بقول الجمهور النادي لعب رقم واحد لأنه بيعرف إمتى محتاجك طبعا إنت محتاجه بيوقف جنبك وبيعرف إمتى النادي محتاجه وبيوقف جنبه يعني إنت قديك شفت مواقف كتير قوي عمرت على النادي الأهلي جمهوره هو اللي بيسنده حاجة تانية مهمة بيبقى فخر برا إنت شوف جمهور النادي الأهلي برا عامل إزاي وإنت بتروح تلعب بطولات وإنت رحت أكبرت الإسلام اليابان ورحت 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 شفت جمهور النادي الأهلي بيبقى عامل إزاي علشان كده جمهور النادي الأهلي يواخد على المكسل فالأيام اللي جاية إن شاء الله لعبة النادي الأهلي وبالنسبة للدوري نصبر شوية بس نعدي فترة صعبة لأنها فترة صعبة للغاية إغاية ماشي السنغال المطشين بتوع المنتخب فترة صعبة جدا على النادي الأهلي وعلى القرى المصرية كلها فالفترة دي إن شاء الله نعدي منها هيبقى في استكرار مش هيبقى قدامك كله إيه المباريات اللي هي بتاعة أفريقيا اللي إزهاب والعودة ويبقى عندك المباريات الدوري بس يا رب يكون مباريات الدوري مش مؤجل منها كتير إيه مفاجآت الدوري من وجهة نظرك السنة دي والله بدلوقتي يعني يعني شوف أنا شايف أنه البداية بتاعة بيرمدز بداية أقوى من السن اللي فاتت السموحة برضو ماشي بطريقة أكويسة يعني رغم أنه لعب مبارياتين زيادة بس لعب مبارياتين زيادة عن الفرق ولكن أفضل كتير أو بداية كويسة قوي اللي شايف كمان تعمل مصطفى والمقصة رغم أنهما يعني أنا شايف أنهما يعني ما عندوش لعبة خالص الله يكون في عونه يعني ولكن أهو أهو ماشي بطريقة كويسة يمكن اللي أنا شايفه اللي مش في مكانه الاتحاد الاتحاد لازم بمجموعة لعبته لازم يبقى أفضل من كده كتير يعني دي أنا شايف أنه مفاجآ لازم الاتحاد بالمجموعة اللي عنده تبقى ترتيبه دائماً يبقى أفضل من كده يعني المفترض اللي أنا من وجهة نظري اللعيبة الأهلي والزمالك وبرامت هم الفرق اللي فيها اللعيبة الكويسة قوي ويدخل معهم في يوتشار دلوقتي وأنا شايف أن الاتحاد برضو يخش معهم في العناصر المصري برضو عناصر كويسة لكن اللي أنا بذلك معي الجيش عناصر كويسة جداً أنا اللي صعبان عليها جداً الإسماعيلي يعني الإسماعيلي أنا من وجهة نظري أنه لازم له وقفة بس وقفة منين بقى منهم هم لأننا شايف طول الوقت أنه هم بيرموا يعني أخطأهم على أشياء أخرى لأ الملعب عندك عندك مشكلة استرن النهاردة كسب أه بقى ستة بونت أه النهاردة كسب سروميكا أول فوز لي يعني وبالتالي الدنيا مولعة بينك تحت يعني يعني لأ يعني أنا شايف أنه أنه لأول مرة الدور ده وهتفتكر كلامي هيتحسم الصراع اللي تحت هتحسم بدري هيتحسم بدري قوي اللي تحت اللي تحت يعني التلت فرق هيتعرفوا هينزلوا هيبقى فاضل حوالي مثلا إيه سبع تمن أسابيع أو ست أسابيع وتبصت لقيهم تحت خلاص انتهوا الصراع اللي هيبقى فين ليبقى على المراكز اللي هي التالت والرابع لكن الأول والتالي إن شاء الله هيتحسم في آخر ثلاثة أربعة أسابيع ده من وجهة نظر لأ أنا شفتها أنا مرة لم تصحيط عليها لا شوف أنا أعز أقول لك حاجة أنا أتكلم على قوة الفرق أنا شايف أن القوة الفرق تحت في فرقتين محسومين بس مش أقول لك مين محسومين محسومين لا لا مش أقول لك مين عشان ما ينفعش بس محسومين محسومين اللي نزلين في فرقة تالتة برضو أنا صعبان علي لو نزلت تبقى مشكلة كبيرة ما قولي آه فيه والإسماعيلي أنا خاف عليهم أنا خاف عليهم جدا يعني أنا ما اتمنياش إن يحصل كده ولكن بخاف عليهم لأنه ماشي وحش قوي لكن أنا بتكلم في الحسم هيبقى فيه ثلاث فرق انتهوا يعني بدري 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 لكن الحتة حسم الدوري إن شاء الله النادي الأهل يحسموا قبلها بأزبار يا رب نتمنى يا رب كل التوفيق أنا بشكرك جدا كابتن عادل استفدنا بموجودك معنا شكرا جزيلا النجم الكبير كابتن عادل عبد الرحمن هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل كريم سعيد وإحمد سابت وحنتكلم أيضا عن مباراة فرق وكيف يستطيع نادي الأهل الفوز على فريق فرق بكرة إن شاء الله أهلا وسهلا بحضراتكم هتبعثوا عليه أي سؤال وحنسأله لضيوفنا في هذه الفقرة كريم سعيد زكا كريم دكا عبد إسلام بركي كيف تمام الحمد لله زكا دكتور الحمد لله تمام كويس الحمد لله تمام ألوى البدل النهاردة كحلي وأنا فيها كان بيجيلي بقى لوان غريب وفي الألف كبير ديك كده أنا كنت مسافر كنا كل يوم بقى فكنت بجدد مرة ببيتي ومرة مش عارف خضرة بس كانت شغلي جاي نهاردة جاي لكوحلي بس ماشي مانا لابس كوحلي برضو أخبار كوي كله كويس حمد لله كريم خليني أبدأ معاك ورؤيتك في الفترة اللي فاتت وهزيمة النادي الأهلي والفترة القادمة نعم طبعا نش بكلام على مبارات فارقه فترة قادمة طبعا أكيد الخسارة من سان داونز مزع علينا كلنا وإن كنت أشوف النادي الأهلي عمل ماتش جيد وعمل ماتش مقبول ربما كنت أقريبي الوحيد على بيتسو موسيماني فهو أن أنت الحذر الشديد لقدام سان داونز لا وكمان غاية ديئة سبعين بتلعب تدهف دفندرات فده كتير قوي 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 بصراحة كمان سان داونز في وجهة نظري كان في بعض الأحيان حسيت أنه بدأ يسلم الراية ونحن نرجع وتنحن نهجم عايزة شيب بصراحة باللعيبة في بعض الأخطاء اللي حدفعنا تمالها في النهاية ولكن أعتقد الماتش دا شبيه شوية بماتش فيتا كلوب اللي هو كان في دول المجموعات برضه السهل يعني فيتا كلوب حتعدنا تنين تنين وده خسرناه بس برضه أنا بشوف كابت إسلام الهزيمة لما بتي في أول المشوار دا شيء كويس لين هي بتفوق ساعة بتبقى أنت ماشي الكل بيعتبر الحقيقة يعني يمكن الحاجة اللي أنا شفتها من ساعة الهزيمة لغاية دلوقتي اللي كل بيشايف أن الهزيمة دي مكسب يعني أو مكسب لما هو قادم يعني بيش هزيمة مكسب لا وكمان هاي فيك بحيتي والله مش احنا في قطنة الأهلي لا إحنا لما ندي أهلي فعلا بلعب مباراة وحش حتى لو كسبنا بنتلعنا ننتقد لكن فعلا أنا ماتش سانداونز ما قدرش أقول هاي اللي ماتش وحش لا إحنا كان لدينا فرص سوق حظ غريب جدا في كم هائل من الهجمات فانش برضو مش في أفضل طرد كان من الممكن جدا طبعا للحارس حارس المرمى فعلا الكورجة فعلا كان فيها شك لكن لما في بعض الزواجات بسلو موشن اتضحت أن هي فعلا كان من خارج منطقة الجزاء ولكن قدر الله ما شاء فعلا مفيش مشكلة لكن المهم أن احنا نتعلم وأكيد طبعا النهاردة أنا وسابت هنختلف على طريقة اللعبة بتاعة كل مرة ونشوف اللعبة إن شاء الله شايف أن أوروبا درت النفع يعني الوقت بصراحة كمان أنت بعد ما خدت بطلتين دورة بطال أفريقيا وخدت برونزية المونديال مرتين كل الفرق بيت بتلعبك 150% يعني سانداونز بيلعبك 150% بتاعه الفرقة الهلال السوداني بتلعبك 150% كل الفرق عايزة أنت جايب بتلعبك أن أنت البطل فأنت برضو الدوافع عملية تجديد الدوافع دي مهمة النهاردة اللعبة حققت كل حاجة الجهاز الفني محققت كل حاجة فأنت إزاي بتجديد الدوافع بالخسارة دي بالخسارة دي عشان كده قلت ربا درت النفع أن الخسارة دي تفوق اللعبة تفوق الجهاز الفني برضو تفوق كل الناس الموجودة أن أنت لا أنا لازم أعوض الخسارة دي لازم حتى مسيمايني رح قال ليه أنا أما أروح سانداونز في جنوب أفريقيا أنا بفكر أكسب فبدأ النغمة تتغير لكن طبعا كلنا زعلانين نحن مخسرنش على ملعبنا في استادة الكاهرة من سنة 2016 بعد 35 مباراة يعني حاجة أكيد تزعل شوية ولكن إن شاء الله نبني أن أنت في الفترة دي لسه قدامك ثلاث مباراة في الكاهرة ولسه عندك فرص كتير ولازم تحافظ ولازم تنسي بقى الجمهور بكرا إن شاء الله لهزيمة دي بأن أنت تكسب بإذن الله مباراة فاركو لأ وماتش بكرا فعلا يعني أنا فوجة نظري ده بداية التركيز في مشوار الدوري إن إحنا فعلا زي ما قلنا يا كابتا إسلام عايزين يتعلم من الحصة الثاني فات الشيء مهم جدا إحنا بنلعب بطولات مختلفة وراء بعض وصعب بيحصل حالة من عدم التركيز فإحنا مهم جدا جدا إن إحنا نفهم بطولة الدوري تحسن في مباراة مثل مباراة فاركو وليس في مباراة الزامالك أو برامدز المباشرة في الآخر مباراتين نادي الزامالك هما ب6 النقاط مباراتين نادي برامدز اللي ماشي بشكل ممتاز سواء في الدوري أو سواء في الكونفادرية وكابتني هاب جلال معاه فرقة فعلا واضح إنها نفسها طويل السنة يعني السنة اللي فاتت في الآخر دول ممشور ب6 النقاط ولكن إحنا السنة اللي فاتت الدوري راح مننا بالأساس بسبب المباريات المتوسطة وتاني بعيدا عن يعني ملف التحكيم اللي أعتقد هنتكلم فيه بعد شوية أمشي خلينا أعرف رأينا برضو أول ما اسمعت اسمه أي أهلاوي يعني هيسمع كانت محمد معروف أنا الحقيقة مش عارف يعني بجد أنا ببقى حيقل مش عارف مش عارف يا رب بكرة يعني يدي ندلقى لحقه أنا بس لش محدش ياخد كلامنا طبعا يقول لك إيه أن انتم بتغطوا بقى هو خاكم بيعملوا كلام لا والله أبدا خلص كامل الاحترام للشخص الحكام لا لا برضو أنا ما بتكلمش على أشخاص لكن أنا بتكلم على أن هو ممكن ياخد الكلام ده يقول لك بص بقى الأهلوية عمد تغطوا على الحاكم عشان يحسب لهم مش عارف إيه الأهل مش محتاج ضرب الجزاء يا جماعة مش محتاجين برضو أحنا ضرب الجزاء أحنا محتاجين بس إحنا بنطالب بالعدالة أحنا مش محتاجين إحنا عندنا ألقاب كتير جدا وبطل أفراقيا أنا بس عايزين نزودهم يا أحمد أحنا عايزين نزودهم بحق ربنا بالعدالة بس إحنا بنطالب بالعدالة التحكمية يعني ده المهم كابتن محمد معروف السيرة الذاتية بتاعته مع النادي الأهلي مش أحسن حاجة ده اللي يقلق شوية سيئة سيئة أنت بتتكلم بتتكلم سيئة هو وصف على فكرة ما تقولش حاجة غلط يعني إن لو استعرضنا حتى إحنا معنا حالية أن السنة دي بس مباراة الزمالك وسراميكا médico من كان حاكم المباراة؟ لا، ألoisني أتكلم عن النادي الأهلي عن النادي الأهلي السنة التي فاتت مطش الأهلي والمحل مش هذا مطشة ход construAAAA الأول أنا بردوة بالزبت ضربة جازاء في المحمد هاني في الشروط الأول معنا بردو الحالات ضربة جازاء في الشروط الأول لمحمد هاني والالشروط الثاني نحن كنا طارد الضربة جزاء في الشروط الأول ده كان الحاكم سعيدها المحمد psycho معروف أنا كاد معايا مرة كابتن خالد عيد كان فاضل يقول لي أنها درب يعني ما سوى معلش الرجل يعني قالك واضح هذه عندك درب الجزاء والشوت الثاني في كارت أحمر لفتح الله ده كان يسهل المطش للمدافع المحل هو كان محمد شريف لا احنا واضح أن احنا كابتر محمد معروف محليا وكابتر ردوان جيد أفريقيا لأنه تفتكروا برضو المباراة فيتا كلوب كابتر ردوان جيد كابتر ردوان جيد أنا اكتشفت في حاجة يعني بصراحة يعني هو فنيا هو حكم مؤشاطر بس فنيا مش عالي قوي يعني مزاي البنة مثلا مزاي محمود البنة فيه لعيب تحس ان هو عشان لعب كورة أو عنده خبرات الكورة فتلاقي ان هو عنده الحس عنده السنس بتاع اللعبة لكن كابتر ردوان جيد نفس الأخطاء كده مع النادي الآلي تحس ان هو سنسه الكورة مش عاله في الاخر أنا ممكن اتكلم عن كارت أحمر في المباراة اللي فاتت سانداون اه طبعا كارتين حمرو مش كارت واحد دعونا اتكلم في اللحنة يعني الواضح بس كان ممكن اتغلب بقى انا متكلمش على كده ولكن اديني حقي وبعد كده سيبني اتغلب بقى اتعادل اكسب فكرة الاسلام هي ليه احنا فهمنا كارت محمد معروف كارت محمد معروف اكيد بيحاولي اجتهده بيحاولي حاجم كويس وكلي نفسه حتى مش لأي فريق تاني انت برضه انت في وقت كل الحكام وعشان كده بالزبط كده وعايزين يروحوا منذيال وعايزين يروحوا بطولات دولية واكيد كل نسبة رقبك اللي انا هبدي اتكلم على فعلا لازم كانت محمد معروف ايها في حاجة مدام اسمه بدأ يتحط في فريم معين عنده جمهور لازم ترجع نفسك في الامانة يعني انت بس قبل ماتش بكرة زي ما احب قول للعيبة اتفرجوا على اللقطات وشوفوا اخطائكم وعدلوا من ادائكم لازم تحاسب نفسك انت لتعمل كده هادي الشريط مش عيب اه وعيب ليه لأ ما ده شغلك لازم تجيب الشريط ولازم تشوف انت اتسببت في ايه انا طبعا يعني سابت حتى هو بيقول المسأل بتاع ماتش سيراميكا والزمالك او حتى ايفن ماتش السنة اللي فاتت الكرة اللي هي كان عاملك جدل كبير لما نط ونسألت لك ده بيحتفق وبيحتفلش هو برضو لازم يفهم يعني امانة بكل امانة بكل امانة انا ااسف والله انا ااسف كرة صورة زي دي في ماتش في فار في فار وانت روحت لجأة اللعبة وراح لجاح افاقية ديها في الاسلام الكرة دي هو روح للفار ساعتها انا فاكر 4 دقايه قاعد قدام الاسكرين 4 دقايه و 52 ثانية بالظامر ان انت ما تحسبهاش اوكي مفيش مشكلة في الاخر ده مش معنى ناني زيك مستحقش الفوز ده انا بتكلم هدي اوكي 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 لا مش اوكي خاص انا بتكلم على الزمالك انا بقولش اللقطة دي عشان بيكلنا واضح لاجل الزمالك ملوش ضعب كلامنا هبنتكلم عن النادي سيراميكا اتظلم في اللعبة دي تمام طيب اللعبة اللي هبنتكلم عليها ماتش غزل محل السان اللي فاتت هلقى ان كل الاخطاء دي متجمع عن نادي الاهل تضرر في المنافسة انت النهاردة ممكن بتوقف المنافس من انتصار لتعادل والسان اللي فاتت بتحرم النادي الاهل من انتصار فلازم كابت محمد معروف يعرف فعلا امانة اي شخص في جمهور النادي الاهلي او في حتى ايه في الميديا المنتمية للنادي الاهلي لما هيعرفوا ان هو حاكم ساحة لا يبقى ان فيه تركيز معاك انا ما سألتش طول النهار النهاردة مين الحاكم اه لغاية لما داخل لازم اقول بقى ده خبر اي طبع فعلا اخطلهم مين يا جماعة مش عارف ليك انا دي احساس والله اهم حاجة طبعا ان هو احنا في الاخر ولا منعمل ضغط ولا بنعمل شيء احنا مطلوب من الكابتن محمد معروف اعمل شغلك بس اللي هو ايه شغلك انك تعطي كل ذي حق محق بكرة وكما انت معاك فار يعني مسلا الادوان جيد في الاخر لما تجيب مسلا ما تشفيتك لبرش فار صح جاء اعتذر لك انا بشوف ان الادوان جيد مشكلته فعلا معانا بكل امانة ان هو مش عايز ياخد قرار يتقال من خلاله ده بيجابي من نادي الاهلي معانا مش بيجابي ده واضحة على فكرة واحنا عادينا بنتفرج على المبراه كنا كلنا كنا بالحس كده ناموا براه مسلا اقول لك فارب الادوان جيد ومحمد معروف رادوان جيد لو معاه فار انت معندكش ادنى شك انه هيحسب لك القرار الصحيح هو ده اللي انا بقول كابتن محمد معروف وانا بقول لك على مسؤول شخصيانك كالكلم صعيب مش قطن الاهلي دي وجهة نظري انا الشخصية انا اقول لك لما انت هتروح للفار في لعبة تخص نيد الاهلي خمسين خمسين ده ليه معلوم عندك فارب انا بقول لك ده رأيي انا ايوه ليه رأيك بنيته على ايه على الهيستري بتاع على التاريخ على التاريخ بتاعك في ادارتك للمباراة هتبدأ تدين الصورة وانت رايح للفار لا خمسين خمسين موقع طلعتها مبرر زي بالزبط لعبة الشد طلعتها مبرر فيه مبرر هيطلع لكن رادوان جيد انا بشوفه ان هو مية في المية هيحسبها صح بس هو مشكلته لما بيجي يحكم الناد الاهلي في استادة الكاهرة يعني مطشين فيتا كلوب وسونداونز في استادة الكاهرة هو عنده حسنة بتاعيه لا انا مش هحسبها عشان ما يتقالش ان انا خفت من الجمهور وخفت من اسم الاهل فين الجمهور لو كان الاستاد ما فول كان الا حصل دي موطة مهمة جدا يعني نفسي المسؤولين على الكورة في مصر كلها ان احنا نزود اعداد الجماهير في الفترة الجاية نفسي يعني جمهور الوداد في اول ماتش حضر اربعين الف بعد غياد احنا برضو دخلين وفرقوا معهم على فكرة سر كوت الوداد دايما في جمهوره فانت بيحضر اربعين الف فرقوا كانوا خسرانين واحد سفر رجعوا ثلاثة واحد احنا دخلين على مباراة مصر والسنغال وان شاء الله هتبقى بخمسين الف فاحنا محتاجين بروفة ستين ان شاء الله او ستين الف فانت محتاج الفترة الجاية ان انت تزود العدد ده فنفسي العدد وعمل خمسين ستين الف للاحلي واعمل خمسين ستين الف لي الزمالك واعمل خمسين ستين الف wants ونشوف التجربة ههم للاهلي خمس تلاف لا مرحبا 20 الف بحيث ان ايها تبقى بروفة لمباراية مصر والسنغال خاصة ان الجمهور الاهلي وطبعا جمهور الأزمالك جمهور ملتزم بصفة عامة ماشافناش حاجة خارجة جمه نتهوفنا خراش josى جمهور حتى بعد القسارة جمهور الاهلي بيحيل عائدة يعني جمهور ملتزم كل الالتزام ولذلك يعني أنا شايف أن لازم الأعداد بصراحة الفترة الجاية تزيد شوية يعني طبع عشر تلال حكومة قد تكون فيها ناحية صحية يعني الحاجات دي مختلفة تعاملنا مع الكورونا نحن من البلدان التعاملها جيد جدا في التعامل مع الحمد طبع الحمد لله الحمد لله رب صحوه وتعالى رحيم بينا ده أول كل شيء لكن نحن تعاملنا مع كورونا يا كابتن إسلام أعتقد شيء جيد وإن إحنا بنمارس حياتنا الطبيعية وبرضو دولة المغرب اشتغلت كويسة قدروا عندهم الجرأة من هما يدخلوا 40 ألف وإن إحنا نحن زي المغرب نقدر نحن إن شاء الله بإذن الله كل دمالأعداد بيزيد مكسب للرياضة في مصر مكسب للقورة مكسب للأنديا حتى بربو عليك يا مكسب للأنديا أنت بترجع إيرادات كانت مفقودة بقالها فترة طويلة لكل الأندية خصوصا للأنديا الجماهرية يعني بنتوسم أن نشوف أنديا جماهرية تفضل في الدولة العام لفترات طويلة ممكن إن شاء الله ممكن بعد بروفت ماتش السنغال بعد ماتش السنغال ربما بعد ماتش السنغال أعتقد يبقى بروفة جيدة خليها في مبارات الهلالة خليها في مبارات المريخ زوده شوية 20 ألف 30 ألف نتمنى كل حاجات خلي بالك لا الحاجات دي تبقى على حسب اللي موجود وعلى حسب فيها أمور أخرى جل اللي إحنا نتمنى طبعا لا أنا أعتقد أنها فيها حاجات صحية برضو مهمة جدا 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 الموضوع ده لأنه في النهاية أنت محطوط الحمد لله أنت من الدول اللي زي ما كريم بيقول بتعرف أو قفل على كل حاجات طبعا عندنا شغالة كويسة الحمد لله والقريبة كله بالوقت بيدخل لازم يكون متطعم فيش حد بيدخل ما بيقاش متطعم فدي برضو حاجة كويسة عموما هنكمل كلامنا ولكن هنطلع بقى على الشاشة ونقف على الشاشة ونشوف كريم سعيد وأحمد سابت حيقولولنا إيه وابعتولنا على هاشتاج كريم وسابت مع الشاطر أي سؤال حضراتكم عايزينه من خلال شاشة قناة المندي الأهل نقوله لكم ونسأله الكريم وسابت ولكن بعد أبدا أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين يعني خليني أبدأ بك كريم أو أحمد أي وقت فيك ولكن بكرة مباراة صعبة كيف ترى هذه المباراة من الناحية الفنية شوفك بالإسلام إحنا طبعا سؤالنا النهاردة اللي قلنا للسلام مشاهدين في الهاشتاج طريقة اللعب اللي أنت تفضل لأهل يلعب فيه أنا هعمل فلاشباك للسانة اللي فاتت ونفتكر أنه نحن السانة اللي فاتت وجهة نظر تاني خسرنا الدوري بسبب المباريات المتوسطة أو المباريات اللي مع فرق من مؤخرة الجدر وبالتداب سابق بسبب أنه نحن في المباريات دي كنا بنتقدم بهدف وونس دخلنا في الديئة 60-65 كان بيتم سحب لاعب من الهجوم وبيتم إضافة لاعب خط الوسط وقال بطريقة اللعب إلا ما يجبه إلى 4-3-2-1 الأمر ده حصل قدام البنك الأهلي مرتين البنك الأهلي ضيع عن نادي الأهلي أربع نقاط الجونة ضيع عن نادي الأهلي أربع نقاط نادي الإسماعيل طبعا اسم كبير وكل حاجة ولكن في السنوات الأخيرة واضح التخبط واضح المشاكل اللي خاتل الفريق دايما بينافس على الهبوط برضو ضيع عن نادي الأهلي السنان اللي فاتت برضو عذب من النقاط وبالتالي أنا بشوف أن واحدة من النقط اللي بيتسو موسماني لازم عملها السناني بشكل جاي جدا جدا من نادي الموسم هو التحول لـ 3-4-3 3-4-3 خلت في ميزة عند الأهلي وهي أنه هو أمن طيران الاثنين الفول باكس لو نقدر نجيب الفورميشن معنا عشان نشرح الموضوع ده ببساطة للسيدة المشاهدين فكرة 3-4-3 اللي لعب بيها بيتسو موسماني السنادي منذ قدوم بيرسي تاو معاه وبدأ يعتمد عليه كلاعب فولس ناين في أوقات كتيرة مع طبعا محمد شريف كمهاجم صليح خلينا دايما عندنا مساحة كويسة جدا في طيران الجابهتين دول الاثنين دول هم بيتيروا ما عندهمش أي خوف من المساحات اللي وراه سواء علي معلول أو محمد هاني أو طبعا أكرم توفيق ربنا يشفي تم استخدامها شوية في موضوع تاو طيب فكرة 3-4-3 طريقة هجومية بحثة بعدد حتى اللاعبين اللي بيهاجموا يعني في الطريقة دي الاثنين فول باكس على طول طيارين مواجمين وعندي اثنين على الطرف معهم يعني عندي اربع لعبة على الطرف لو احنا بنلعب بطريقة اربعة لتنين تلاتة واحد استحالها يا كتن تشوف الشكل ده زي ما شوفنا دون ستداونز لو علي معلول هو اللي بيتير ونرسمها برضو لي عشان اللي السادة مشاهدين يبقوا شايفينها وعانا لو رسمنا الاربعة وهي اربعة لتنين يعني ما بنلعبش احنا بقالنا كتير فترة ما بنلعبش اربعة لتنين تلاتة واحد احنا بنلعب بقالنا فترة طويلة بي اربعة تلاتة تلاتة ايه قزمتنا في وجهة نظر الشخصية في الدوري في وجهة التحديد في الدوري يعني الدوري له سيستم تبتلعب فرق دايما خايفة منك يعني بخير طبعا مطش نادي الزماج مطش كمة بقالنا فرقة كويسة بقالنا فرقة كلها خايفة من نادي الأهل انا مينفعش اديهم الاحساس وهستخدم كنا جملة حلوة قالها ثابت ان انا ادخلوا الجين معاي فاش ادخلوا في الطريقة دي عمر الراجل ده لو طار ده لازم لا لا انت فقد في الطريقة دي يستند لعيب لازم يوقف لازم يوقف وفي وسط الملعب دايما التلاتة مع بعض عندهم مشكلة مين اللي هيأمن فكل واحد سعب يأخذ نفسه لا انا عايز ادي حرية عشان كده انا شفت ان التلاتة اربعة تلاتة خلتنا معا عندي لاشي الازمة اللي واجهتنا السنة اللي فاتل في ماتشين الجونة في ماتشين البنك الاهلي في ماتشي الاسماعيلي وهو ان هكتتقدم بهدف والفريلي قدامك يرجع عليك لا ده ما حصلش ربما بس حصل في ماتش فيوتشر لان احنا عملنا ما يشبه هذا القامل لكن التلاتة اربعة تلاتة ربما برضا عشان يكون يعني ايه امين مع فكر بيتس موسماني غياب ايمان اشرف مخليه عنده حرج في استخدامها ايمان اشرف مهم جدا في الطريقة دي في التغطية ورا علي معلوم مع علي في الجبهة الشمالة ربما يكون هو بيفكر فيها لانا مش هلعبها اللي لما ايمان يرجع بالاصابة وحنا بقلنا فعلا ماتشين او تلات ماتشات تحديدة بنلعب اربعة اربعة فانا ربما ربما يكون السبب هو غياب ايمان اشرف مع ان شاء الله عودة ايمان اشرف المتوقع بعد مباراة فارق يعني ان شاء الله ربما يرجع للطريقة عشان كده اتمنى اتمنى ان احنا نعبر مباراة بكرة مباراة بكرة مباراة صعبة للغاية قدام فريق اتمنى طبعا دا دي فارقه اكيد دا دي جديد وعنده بودجت محترم جدا وجايب لعيبة كويسة وكسبو نادي الزمالك اعتقد في بطولة الربطة اثنين صفر عام مباراة جيدة وبالتالي ما بلعبش فريق قليل بلعب بلعب عايزك تسأل تقول لي انت الطريقة اللي انت هتلعب بيها ايه من وجهة نظر انا اتمنى ان احنا نعتمد تلاتة اربعة تلاتة تلاتة اربعة تلاتة اه لاننا في الطريقة بتاعتها تربعة تلاتة بقدر اطير بيها الاثنين فول باكس وبعمل جابهتين فعلا فيهم قزمة كبيرة هيبقى بس حتة اخيرة وهي الدور بتاع مجدي افشان مع الشاطر اربعة تلاتة واحد انسب طريقة ده محمد عثمان اتمنى يلعب اربعة تلاتة واحد وهي انسب طريقة للاهلي اهلي ماينفعش يلعب غير بالطريقة دي لانها بتخلي الاهلي دايما ضاغط ودايما يفضل لقدام ده عبد الردوان فتحي زيدان بيقولت حياتي لحضراتكم اعتقد لها بطريقة مباراة مصر المقصة هو الانسب اللي هي اربعة تلاتة واحد برضو جمال رضا بيقول اربعة تلاتة واحد ولازم يتلعب يلعب بتاو وعبدالقادر وحسام حسن وديانج والسولية وهاني وكذا احمد مصطفى بيقول ما تغيرش الطريقة اخيرا لان حد مع كريم تلاتة اربعة هو كاتب تلاتة اربعة لكنها تلاتة اربعة تلاتة في كل شيء جديد عيوب ولكن بعد الاتقان والتمكن والانسجام رجب غريب اشرف بيقول اربعة اتنين تلاتة واحد كلها اهاب بيقول سلامي لحضراتكم وتحياتي لأدائكم اشكرك جدا نحلى مشكلة القلب في طريقة اللعب هي واحد تلاتة 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 او تلاتة تلاتة مش عارف وتبقى كده لعبت تلاتة في الدفاع اللي هي تلاتة اربعة تلاتة انا من اعتقد يعني ومحمد النادي بيقول السلام عليكم اربعة اتنين تلاتة واحد ولعب بتاو عبد قادر اذا معظم على هاشتاج كريم وسابت مع الشاطر كل او معظم الناس يا كريم رايح لاتجاه اربعة تلاتة واحد نعم انا بس اخيرا هقول حاجة على افشة في الطريقة دي انه دي الطريقة دي بتنقذ افشة في الدور الدفاعي عن اربعة تلاتة تلاتة ليه لان افشة لما هنا بيرعب كابتل اسلام في الجبهة دي كوينج افشة ورا اتنين مأمينين الدفاع وهو المساك و الفول باك فبالتالي هنا مفيش مشكلة خالص ان افشة يلعب من التلاتة الامين طالما انه هو متأمن باتنين ورا افشة عنده مشكلة واحدة بس في طريقة اربعة تلاتة تلاتة وهي لما بيرعب على الطرف مفيش غيره اللي يرجع يغطي مع الفول باك اللي ورا لو حد قال حد من نص الملعب يغطي دي بقى صعبة جدا نفس المشكلة اللي كنا بنواجهها مع كيروش في كاس اوم الافريق بس تمام اسمعك بقى احمد انت تقول لي رأيك في الطريقة كريم بصراحة بي عايز يعتمد على طريقة اربعة تلاتة اربعة تلاتة كريم معظم المشاهدين او معظم الفولورز اللي بعتلنا على الهاشتاج كريم وثابت مع الشاطر برضو رحيل اتجاه اربعة تلاتة واحد مش كلهم في اتنين بس انا اتطفق مع اربعة اتنين تلاتة واحد وجهة نظري ساعات لما بتحترم المنافس زيادة عن اللزوم بتدخله الجيم وده وجهة نظري ان احنا في مباراة سانداونز احنا عملنا مباراة فنيا كويسة وكنا ممكن نكسب برضو بس انا شايف ان تلاتة ارتكاز مع الفرق دي صح لا يعني انت تلعب اتنين وليه ليه تلعب اتنين ارتكاز عشان برضو تدخل افشة في مكانه اللي هو بيبدع فيه افشة مش لعيب خط خالص افشة لعيب صنع العاب بلي ميكر شفته في مباراة المقصة كل الفرق انت خلاص واخد بطولة افراقيا مرتين واخد برونزو كل الفرق حتى في افراقيا ومش في الدوري بس ومن المتوقع ان فاركو بكرة هتلعب دفاع منطقة بالخمسة اربعة واحد بطريقة لعبهم فانا بالتالي مش هلعب بالتلاتة معادش يعني مش كل المطشاة تنفع تلاتة اربعة تلاتة اواربعة تلاتة اواربعة تلاتة اواربعة لا انت بتكلم الفرق الاقل شوية او الاقل منك او اللي هتدفع يعني قدام الهلال السعودي انا لازم العب تلاتة ارتكاس طبعا الهلال السعودي قوة قوة كبيرة جدا فارقه طبعا فريق محترم وفريق عنيد وبكرة مباراة قلق ولكن انا لازم ما دخلوش الجيم انزل اخلص من بادري ألعب اربعة اتنين تلاتة واحد احاول ان انا احسم المباراة من بادري استغل افشا في مستوى خاصة ان انا عندي احمد عبدالقادر ماشي بشكل كويس افشا لما بلعب على الخط ما بيديش عندي بيرسي تاو برضو فانت يعني مثلا لو افترضنا ان تشكيل محمد الشناوي في احراسة المرمة محمد عبد المنعم ونحية الشمال هيخش رامي ربيعة طبعا لغياب ياسر ابراهيم نحية اليمين محمد هاني نحية الشمال علي معلول او محمود وحيد وان كنت افضل علي معلول لغاية ما نحسم المباراة وبعد كده نريحه لان المباراة برضو بكرة صعبة الاتنين الارتكاز ممكن اريح عمر السلية وحط حمدي فتح وديانج زي مباراة مصر المقصة لان عمر السلية لعب مطشط كتير في الفترة الاخيرة ممكن احط افشا صانع العاب بيرسي تاو وينج يمين ويهي نحية الشمال احمد عبدالقادر وقدام مصر برضو رغم ان حسام حسن ممكن ياخد فرصة ولكن انا شاف ان محمد شريف في طريقة 4-2-3-1 هتاخد منه الاحسن برضو من 4-3-3 لان هو بيتقلق وقفش تاحته وجذلك لما يبقى عندك لعبة مهارية على الاطراف بيرسي تاو ويهي احمد عبدالقادر دي نقطة مهمة جدا ان انا برضو كريم في مباراة سانداونز المشكلة ايه اللي احنا قابلناها الطرفين يا جماعة الظاهرين داخلين لجوه الظاهرين بتوعص اندون بس اتعامل اه بس اتعامل 22 كرة عرضين اه طبعا 23 اعتقد ما دي برضو عشان محمد شريف ما كانش بيمر لسه عنده حالة عدم توفيق وحسام حسن لسه محتاج ياخد الثقة بس انا مصر ان محمد شريف لو سجل هدف هيجيب مستوى وكذلك حسام حسن حسام حسن العيد كويس بس انا بقولي الناس ما تحكموش عليه غير لما الراجل ده ياخد ثلاث مطشات وراء بعض متتالية احنا جايبين مهاجم سوبر من سموحها مهاجم كويس مهاجم هداف يعني جايب حوالي اكتر من خمسين جون في الدول المصري يعني مش مهاجم قليل فقام جايب واحد جايب اكتر من خمسين جون بس صبره عليه لما ياخد ثلاث اربع مطشات بصفة مستمرة الطريقة ده كريم بص وجهة نظر يعني انت حطيت هنا افشا حيديك مستوى احمد عبدالقادر مع وجود افشا انت خففت الضغط على عبدالقادر معلول لما بيتير هنا انت كده بص انت بتهاجم بايه انا اصلا شايف ان محمد هاني ما بيتقدمش كتير من وجهة نظر يعني محمد هاني محمد هاني انه انت عمد بس ستين مساكين وراء طبيعة لعب محمد هاني مش اللي هو بيتقدم كتير دائما تلاقيه ثالث محمد هاني يعني دائما دائما تلاقيه ثالث مع الاتنين فطبيعي ان عالي معلول بيبقى فاتح هو الناحية دي يعني عالي معلول بيتقدم ومحمد هاني طبيعة لعب اصلا تلاقيه مرحل هنا يعني فهم تلاقيه مرحل مع ال 3 فس لو انت ضفت مساك 3 في 3-4 انا متفيد معك احمد متفيد ان ماينفعش 4-3 3 في الدولة 3 ارتكاز ماينفعش الوقت الاختلاف في ايه الاختلاف ما بين هنحط تلاتة اربعة ثلاثة وانطير محمد هاني وعلي عطول يلا تيره مفيش ايضا مشكلة انا بيقولك ان محمد هاني كده كده يعني محمد هاني محمد هاني محمد هاني يتير براحته هو علي معلول وهتضغط بي مش اقل بستة لعيبة في الهجوم انما في اربعة اتنين تلاتة واحد ما ينفعش علي معلول ومحمد هاني يتيره مع واحد لانه فيها مخاطرة انك هتسيب الاثنين مسكين بس ورا وبالتالي هجوانة المرتدة هتبقى مشكلة عليك بس هقولك على حاجة برضو طب من انت كده زلانت افشا انت لو بتلعب ثلاثة اربعة ثلاثة حط وينج شمال تمام في المكان اللي هو ما بيجيش اه حتى لو فيه وراه بس اش هيدافع ماشي بس انت انت هتضطر ورا علي معلول ورا مسك بس انت هتضطر تخلي افشا دايما يبقى داخل لجوه عشان برضو يحاول ان هو بس مش هيدافع بس مش هيبقى زي ما تلعبه صنع علعاب معك مش هيديك التمريرات مش هيلعب وهو افشا يعني مش سريع مش القدرات الدفعية برضو بتاعته مش عالية قوي لكن هو وهو كرة معاه من احسن احسن لعب في مصر في التمريرات اصلا افشا في رقم ان هو اكتر لاعب صنع فرص في الدوري يعني رغم العبقرية الكرة اللي عملها لحسن الشاحات مش رايحة جامدة رايحة واحدة واحدة كده حسن حط رجله عملها عشرة على عشرة لكن في مصر مصر المقص لا دي كرة عبقرية لا والدناس حاستك بس انتها الكرة سهلة لا دي سهلة عشان حضرتك في التلفزيون شايفها من الكاميرا العلوية سهلة ايوه في الملعب ان افشا اصلا يشوف تخرب بتاع حسين الشاحات ده ده امر صعب جدا امر صعب جدا ممكن لو انت عايز تلعب بتلاتة ارتكاز يبقى فيهم افشا يعني بحيث ان انت تديت نوع من الحل تاني بس بس انا وجد نظر تعال نشوف طريقة لعبه فاركو بقى اللي بقولك عليها نعم قد اول حاجة امسح لي الاول بس اول حاجة بص فاركو هتعمل ايه بكرة قدامنا دي طريقة لعبهم اصلا كابتن مجدى عبدالعاطي بيلعب بتلاتة من اول الدوري يعني من اغلب الدوري فانت دي خمسة اربعة واحد بص ادي واحد اتنين تلاتة اربعة ستارتين اوه وادي الاربعة وادي الواحد تعال برضو نستعرض تشكيلهم بكرة يعني قبل بس ما نبدأ ثانية واحدة في الحالات نستعرض تشكيلهم برضو عشان نفكر الناس بالاسماء في حراسة المارمى محمد صبحي طبعا حارس دولي واحد من الحراس الممتازين رامي صابري هو اللي بيلعب دور الليبروك احمد عبدالعزيز بيلعب كمساك ايصر عبدالله بكري بيلعب مساك ناحية اليمين جيفرسون اللي هو اللي عيد من غانية بساو قدامنا التشكيل على الشاشة وجابر كامل ناحية الشمال ادي كده ايه الخامسة اللي ورا الاثنين الارتكاز محمود عماد ومحمود حمادة نيجي للتلاتة اللي قدام وليد فرج ده لعب صغير من ناشئين عندهم لعب كويس اوي ومهاري عنده عشرين سنة بيلعب بقدم اليسرى ودايمن بيخش الجوة شكري نجيب منطق اليوم حديثا هو وجيفرسون البك رايت في شهر يناير شكري نجيب برضو لعب لعب اسماعيل ومقاولين واسوان وطبعا خبرة عمر جماد طب هما بيعتمدوا على ايه بيعتمدوا على خمسة اربعة واحد بتتحول لتلاتة اربعة تلاتة في الحالة الهجومية اسلوب لعبهم الكريم على طول تمرير طولي على طول ان انا عايز اعمل تمرير طولي ليه نجيب الحالات بقى تمرير طولي المين قبل بس بنروح للحالات عايز اقولك ان معظم الناس متفقة يعني اللي انا ببص عليه على التليفون على كل الناس اللي بعتين لي على هاشتاج كريم وسابت مع الشاطر متفقة على طريقة اربعة اتنين تلاتة واحد وكاتبين حتى معظم الناس يعني حتى كاتبة التشكيلات اللي ممكن نلعب بها في المباراة دي يعني الشلناوي معلول ربيعة عمان عم هاني سلية ديانج عبدالقادر الاب شاطير يعني الناس كاتبة ومقتنع يعني مثلا لو عندك ستين تعليق عندك منهم خمسين واحد اربعة تلاتة واحد يعني تعال تعال نشوف بقى الحالات بتاعت فاركو ازاي هم طريقة اللعبة بتاعتهم الخمسة اربعة واحد زي ما احنا قلنا دي ايه في الحالة الدفاعية هتلاقي الطريقة دي فانت النهاردة لو لعبت بتلاتة ارتكازة كريم او لعبت بالتلاتة اه تلاتة هتديك حلول شوية بس بس انت وضح لي بس تلاتة ارتكاز وثلاتة في الخلف لكن تلاتة ارتكاز في ماتش زي ده لو لعك بالسرية وحمد فاتح وفرقة مقفلة قدامك بالشكل ده بص نفس الكلام ادي الخمسة وارا ادي رامي صابري ادي عبدالله باكري ادي جيفرسون الباكرايت ده في ملعب اسكندرية وايه احمد عبدالعزيز وجابر كامل اللي هو المساك الباكليفت فانت النهاردة فرقة بتلعب بخمسة وارا ده انت وش هتحتاج حسام حسن يعني بنسبة كبيرة في الشوت التاني هتحتاج حسام حسن لان في دنيا ممكن تكون مقفلة فتحتاج لعب اتنين راس حربة اه تلعب باثنين راس حربة لان الفرقة هتبقى بتلعب بخمسة وارا فانت محتاج اتنين مهاجمين تضغط عليهم ومحتاج معلول وهان يكمله عشان تعملهم عرضيات فانت ممكن تبدأ بشريف وتخزن معاك حسام حسن في الشوت التاني ده التلاتة اللي قدامهم ده عمر جمال وده شكري ناجيب وده وليد فرقة عبت باثنين روس حربة في البداية ما تضمنش لو حد اتصابه حاجة ما عنداش حد بديل فهتبط غير الخطة بس ممكن طاهرة كريم ممكن طاهر بديل يعني لو بدأت بحسام حسن طاهر يعني بيحاول عد ما يقدر ان هو كما تزلموش يعني ما زالت تتكلم على قفشة زالت تتكلم على قفشة ان انت مش هايزين نزلموا نحوظه بس طاهر لعب راس حربة في المقاولين ولعب بلعب راس حربة كويس وسريع بس في فرق انك تلعب راس حربة في المقاولين وكتعب راس حربة في العالم نكمل بقى بعد كده التنظيم الهجومي اخطر حاجة في فرقة فارقه اللعبة اللي بيلعبه عليها دايما السويتشات اللي موجودة ما بين شكري نجيب وعمر جمال بص هنا ده وليد فرج اللي هو الجناح اليمين شكري نجيب رايح فين هو على الورق الجناح ايصر داخل دايما لجوه بيستلم في الزون فورتيقلية يعني نعتبر المساحة اللي ورا سنقل ارتكاس بتوع النادي الاهلي او بتوع المنافس بتوعهم نكمل نبص الكرة هتروح له فين ادي شكري نجيب الكرة وليد فرج بيلعبها له وعمر جمال بينزل بص شكري نجيب فين اهو وضع عمري جمال شكري نجيب بيفوتها السويتشات اللي بتديه على فكرة شغله مدرب ده انا بشوفها في التمرينات بتاعت المدربين دايما الكرة بتتفوت وتتلعب تتقطع فيه اه في المساحة الخالية اللي في ظهر المدافعين وان سري اه وان سري ادي اتلعبت عمري جمال بتتلعب اهي جيفرسون قاطع وشكري نجيب قاطع فين في المساحة اللي في ظهر علي معلول فلازم نخلي بالنا من اللعبة دي يعني ان دي نقطة مهمة جدا نجيب برضو اللعبة اللي بعدها في مباراة فاركو وايه طالع الجيش لفاركو نجي المباراة فاركو وامبي نفس اللعبة هنا شكري نجيب داخل فين في العمق لجوه برضو بتتلعب مين بكرة محمد هاني لازم يخلي بالهم من شكري نجيب لو بدأ طبعا كباك رايد ولازم الارتكاز يرحل معه دايما ولازم الجناح اليمين اللي هو برسيته ويكون بيرجع شكري نجيب دايما بيخش لجوه اهو في المساحة الايه الخالي يعني وليد فارك برضو داخل لجوه بيلعب هالو شكري نجيب بيقطع لجوه عشان يروح ايه شايط نفس الفكرة يعني ده اخر ماتشين نفس طريقة اللعبة ونفس الاسماء بص شكري نجيب فين اهو بيحاول ان هو برضو ايه يشوت من حوالي مسافة 20 متر دايما بيقطع لجوه عشان ايه عشان يسدد تمام نكمل برضو نفس اللعبة برضو اديس ويتشات هنا مين اللي معاك كورة عمر جمال وده وليد فارج وده مين السامح يجي على شكري نجيب شكري نجيب بيقطع يعني مجرد ان عمر جمال استلم شكري بيقطع عمر بينزل استلم بخطوتلة تحت وبعدين بيقطع شكري يقطع سواء يمين او الشمال او في العمر اخطر حاجة في فرقة فاركه يعني ده ده الحاجة اللي لازم اللي هيلعب بكرة طيب اخيرا بقى علشان نقفل الحلقة النهاردة استعدادا طبعا للمباراة بكرة اخد تشكيل انتلقالي منك يا احمد ومن كريم نرسمه على الشاشة عايز تقوله اوكي عايز ترسمه لتشكيل محمد الشناوي في حراسة المرمة هنلعب بأربعة اتنين تلاتة واحد من وجهة نظري الاثنين المساكين محمد عبد المنع مرامي ربيعة لان طبعا ياسر ابراهيم مصاب مش موجود في القائمة نيجي نحية اليمين محمد هاني نحية الشمال علي معلول الاثنين الارتكاز حرايا حامل السلية حمدي فاتحي وديانك افشا صنع العاب نحية اليمين برسي تاو نحية الشمال احمد عبدالقادر وقدام محمد شريف كريم يعني بسبب ظروف الغيابات اللي موجودة عندنا وما فيش يعني مساك تالت يكون موجودة مصير اه كلهم فيه الاصابات كمان في الحية التالي هي خاصة بطريقة تالتة ربعة تالت انا متفئ على نفس التشكيل وسطравق بتاعه واحد ولكن اتمنى اتمنى منق proper لازلي بطور دار duh هنفوت سيد milliseconds السنان دليل Durant islam تادرة اربعة تالاتة حلت لنا ماشاكل السنانة اللي فادت واجهتنا قدام الثاني متوسطة اوكي باسفدكόmaking؟ انا انت معكش اسم مساك ثالث ممكن ان حاطب محمود هاني كمساك اناك عندك هندي اسم الع ل او عندك كريم فوقت؟ لا مش ينفع تلعبها بالشكل ده. يعني اي من اشرف وعلي معلول ينفع تلعبها. لان كنت تلعبها بمحمد هاني وكان ينفعاد قدامه. ربما ما يكونش فيه الانسجام او الكيميستري. اللي موجودة زي انتوا تلعبها في اخرى بتوفيق. فربما بكرة نلعب با 4 دنتا واحد. بس لازم. لو خلعبها. اربعة دنتا واحد بنفس التشكيل اللي بروع. لكن ما ينفعش خالص بكرة. سواء متقدمين. سواء متعدلين. سواء اي وضع في المباراة. ان احنا نلعب بتلات الكاز قدام فاركو. هنواجه نفس السيناريوات اللي واجهناها قدام الجونة. وقدام البنك الانسان. عموما يا رب بكل التوفيق لنادي الاهلي في مباراة بكرة. انا بشكرك جدا يا احمد. انا بشكرك جدا الكريم على وجودكم معنا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله بكرة هنكون اجازة لانه في مباراة النادي الاهلي طبعا مع نادي فاركو. هتبقى الساعة 8 وحيكون مع حضراتكم الستوديو التحليلي كالعادة مع النجم الكابتن ايمن شاوي قبل المباراة وما بعد نهاية هذه المباراة. كل التوفيق للنادي الاهلي بكرة في مباراته الهمة جدا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله ارتقي مع حضراتكم يوم الاربع وحلقة جديدة من البيت الكريم.